أبناء الأعزاء أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم والنهاردة هنبتدي بإذن الله لكتشر 5 في البلد وهي عن البلد كواجيليشن ولكن مرة دي قبل ما أبتدي الحقيقة فيه يعني أنا عندي شكراً ويجب أن أنا أقول الحقيقة وقصة أحب أحكي لكم في عجالة أنها يمكن تفهمكم إيه اللي بنعمله ده مبارح حقيقة لقيت زميل فاضل بيتصل بيه وهو أستاذ في جامعة كورنال بتاع هيمتولوجي وإنكولوجي يعني علم دم وعلاج السرطان بالأدوية الكيميائية وهو وورد نون الرجل معروف جداً وقال لي أنه كان عليه ندي محاضرة عن البلد بليتلت وفوجئ بطالب عربي بيقوله ده فيه دكتور سمد دكتور ناجي عامل محاضرة كان على البليتلت على اليوتيوب فقال له طب بفضلك أديني اللينك وقال لي أن أنا أتصل بيه بعد يعني كده بنبارح بالليل وقال لي أن أتصل بيه يعني ضروري لأن الأول عاوز أقول لك أحييك على المجهود اللي بتعمله على اليوتيوب وقال لي أنا كان عندي محاضرة على البليتلت فقلت اسمع شوف الرجل ده بيقولي هو عرفتني كويس قوي وما كانتش يعرف أن أنا اللي بقول محاضرة ما الرجل بديه اللينك فقال لي الحقيقة يعني بدون مجاملة أنا عاوز أقول لك أن أنا مش كنت إمبريست أنا الحقيقة كنت مأخوز بالمحاضرة وقال لي الحقيقة أنا حللتها يعني أستاذ جامعي فلقيت أنها يعني موضي الإجزامبل محاضرة من حيث ست نقاط حتى قلت له قلهم لي يعني أنا حب استفادت أنا حاولي أتذكر له قاله فقال أولا أن الشرح يعني ينطلق عليه السهل الممتنع اتنين قال لي أنه التوضيح والنظام والإضاح نظام يعني جميل منتهى النظام في التفكير تلاتة قال لي الدياجرامز أن أنا إمبريست بالدياجرامز ياريت قال لي تخطها في إلستريتد في سولجي كتاب بهذه الصورة أربعة قال لي الترمينولوجي أنك أنت كل كلمة بتقول معناها جات من إين خمسة قال لي بتحكي تاريخ العلم وده اللي بنعمله هنا وأنا عارف هو كان عارف أن أنا دديت في أمريكا وفي كندا فقال لي قال لي أنت عملته وخمسة الهوامش اللي بتقوله فقال لي أن تغذص من القصص اللي حكيتها على البروستاجلنجل بتتكلم عن البروستاجلنجل بتفهم الناس إيه بروستاجلنجل السيروتونين هو أي السيروتونين الفاكتور ثيرتين فاكتور ثيرتين فقال لي الست حاجات دول مخليها ماضي الإجزامبل فقال لي حتى ياريت إن كنت تقدر تعملها إن إنجليش قلت له على فكرة أنا وعدت للناس إن أنا هعملها إنجليش قال لي طبعا لإن ده أنا يعني هيفيد المتحدثين يعني بغير العربية ودول هما الأكتر قال لي أنا قلت العدب من زملائي اللي هما الأسادزة العرب إن كلهم في ماداته لما تبقى المحاضرات واجبها وعاوزين تقولوا البيزيك ناليج اسمعوا الراجل ده فقال لي إن أنا لما إدى محاضراته في البليتليتس قال لي أنا ما أضفتش أي حاجة على إنت قلت ريجاردين برضو هوضح البيزيك يا أولاد البيزيك هو بعد كده هيتكلم محمد تاني على الأمراض ده حاجة خاصة بي فقال لي ما أضفتش أي حاجة إتوازي ماضي الإجزامبل لما يبغي أن يكون حتى إن أنا زي ما قلت لكم قال لزملائه يعملوا كده وقلت له طيب أنا قعد هعملها بالإنجليزية بس العام القادم بإذن الله بشرط إن بإذن الله إذا كان في العمر والصحة بقية وعلى فكرة أنا قلت له إنه في ناس لم تشجعني على ذلك في البداية قالوا لي لأ يعني الموضوع ده مش هيروق الناس فقال لي طبعا أنا هقول لك حاجة لطيفة جدا أولا هذا هو المعمول بي في نورث أماريك قال لي أنا عارف وإنت عارف في المرات اللي درست فيها إنه معظم الطالب ما بيخضروش المحاضرات بياخدوا اللينك من الجامعة وطبعا هنا الجامعات خاصة مش هقول لك الجامعات بيدفع فيها قد إيه مش بيدوها لأي حد اللينك عشان خاطر يتابع المحاضرة في وقتها عن طريق الإنترنت بتبقى متصورة المحاضرات أو بعدها وده لأنه وقت الطالب هو أغلى حاجة إنه الطايم هو أهم حاجة نتطالب عشان يحضر المحاضرة لازم يلبس وينزل ياخد مواصلات ويركن ويروح في المعاد فالمحاضرة اللي هتتقال هنا في 3-4 ساعة المحاضرة هنا مدتها 3-4 ساعة بتكلفه نص دهار أربع ساعات في مقابل أن يقعد في بيته الساعة ساعة أنت بتدي المحاضرة ساعة ونص ساعة ونص لو حطيت عليها الزمن ده يبقى ده تضيعه وقال لي أذكرك بحاجة إزاي الناس بتقاوم كل حاجة جديدة قال لي يوم قالوا هيعملوا مولات في مصر أصدقائنا في مصر قالوا تيل نظام ده ما ينفعش ناوخ دين نمشي بالشارع وندخل محلات النهاردة نشايف الساكساس بتاع المول لأن يعني إيه مول يعني تعمل كل مشترواتك الغذائية والهدوم والأجهزة الكهربائية أي حاجة تخطر على بالك من مكان واحد وعاوز تدخل سينما فيه سينما وعاوز انترتينمنت ولعب وألعاب تلعب وعربيتك راكنها مش هتعد تدور لها على ركنة فالنهاردة المحلات بقتها رقم اثنين بعد المولات المولات هي أول حاجة فقالي التلي كوميونيكيشن أو نقولها في حالة نحن اللي هو التعلم عن بعد ده هو المعمول بيه في العالم كله وهو ده اللي ليه المستقبل ده قال لي طبعا أنا عارف انه كان يعني إطراق قال لي انه مفروض انت بتقدم هذه الخدمة وبالمجان ان يعني جهة ما لازم تقدرك قال لي أنا متأكد ان انت لما هتعملها باللغة الإنجليزية هنا وهتبقى متاحة انها تم يعني تقدير معناوي لما تفعل الحقيقة يعني كانت كلمات مؤثرة جدا من راجل له وزن عالمي مش بقولها في امريكا بس بتاع المتالجي امراض دم وانقالجي وصديق قديم انما ان يجي منه هذا الاطراق وهذا التقييم بلاش اقولها بس اطراق وان يقول لي ست نقط ويقعد يقولهم لي ايه وماضي الاجزامبل ده طبعا بالاضافة لتشجيع كونتو الحقيقة اللي هو الحضور اللي هو المتضفق منكو والحاجات الرسائل اللي بتبعتوها اي تينك ده هو فعلا اللي بدي الانسان الفيول الوقود ان نكمل ما بدعناه ويعني ارجو ياولاد يعني تدعو الله انه يديني من الصحة والعمر بيكفي لانجاز هذا العمل بشقيه العربية وانقوله كمان بالانجليزية عشان يفاب منه كل الناس وايبن حتى انا بقى ازيد حاجة بنعمل هنا زي المحاضرات ان احنا بنبتدي بالمالبالشويس واللي بطالب الزملاء ان هم يعملوها فكعادتنا بعد هذه المقدمة لانها كان يعني هذا الكلام كان شكرا مستحقا وواجبا وفي نفس الوقت اضاح ليكم ماذا نفعل وتقدير الناس اللي بنعمله اما راجل استاذ هيمتولجي انكولجي يقولي المحاضرة البيزي بقولي البيزي بليش دعا بالامراض لانه في المحاضرة التالية هيديهم الامراض دي تخص صور انا هقولها في عجالة هنا يقولي ان انا لم اضيف شيء واحد على انت قلته عادت اسمعها اكثر من مرة عشان اعيدها از از لانها هي توزمد الاجزامبل لما ينبغي ان تكون عليه المحاضرة في ست نقاط طيب بعد هذه الاطالة اعتذر وانا ابتدي المالبالشويس فكعادتنا المالبالشويس ده جزء اصيل وهام جدا في المحاضرات هنا ومفروض يبقى عندكم مفروض قولوا للزملاء الاصغر سنة انا عارف بيسمعوني ابتدوا بالامسكيو الامسكيو على المحاضرة السابقة وهي على البليتلتز هنا برضو عشان يعني اخلي الامتحان اكثر ثراءا فانا طلبت منك انها بتختار الانكوريكت انسر وفاهمتك ايه قيمتها دي انه يبقى السؤال اكشو يتعاد اسئلة اللي فيه تلات اجابات صحيحة واجابة واحدة خاطئة ففي اول سؤال بيقول لنا الفازو كورستيكشن اسكوز دوباي ايه الحاجات في الاربعة دول اللي بيعملوا فازو كورستيكشن بروستا سايكلين لأ طبع بروستا سايكلين بتطلع من اندوثيليا من السليمة دي بتعمل فازو دا يبقى ديه الاجابة الخاطئة وهي اللي تختارها يبقى واحد ايه هي الاجابة صحيحة انما السيروتونين الثرومبوكزان ايه هو بروستا جلاندين والادينوزين بايفوسفيت حتى مكتوبة خطأ هنا نصلحها ادينوزين بايفوسفيت هم دول اللي بيعملوا بازو كورستيكشن هم موجودين في البلايتليتس السريتونين والثرومبوكزان ايه 2 اللي هو بروستا جلاندين والادينوزين بايفوسفيت طيب? السؤال الثاني يا أوروان. البروتين غرانيوينز اللي خزائن اللي خلى اللي هم يبقى انت تختار لوالط. الفايبر نستابيلايزين فاكتور صح طبعا لو قلنا فاكتور ثرتين وحكت لديو قصتو فاكتور طلتاشة لو لو ناقص عندك يبقى حظك فاكر بتعمل جالطة ومتعرفش تعملها نستابيلايزيش هنحكيها بإذن الله وحكيت لكم قصتها وفين المرضى موجودين بتوع ناقص فاكتور تابتاشة في المحاضرة السابقة. بلاي تليتس فاكتور ثري? لا لا. بلاي تليتس فاكتور ثري ده فوسفوليبيد منبل. ده مش مش يبقى هي دي الإجابة الخطأ واللي تختارها. يبقى بيه السؤال التاني إجابة بيه. بلاي تليتس اكتيبيتين فاكتور صح. بلاي تليتس درايف بلاي تليتس فاكتور صح برضو يا ولاد. طيب. بالنسبة لبلاي تليتس اجريجيشن. بلاي تليتس اجريجيشن. اصدق الجملة الجملة الاساسية اللي هي بعلمها لكم. إن لم يحدث بلاي تليتس اجريجيشن فلن يحدث بلاي تليتس. طب ايه اهمية البلاي تليتس للتجلط واللي من اجيها سموا الصفائح ثرومبو سايتس خلاق الجلطة. ايه في البلاي تليتس بيفيد الجلطة؟ اللي هو قلنا الفوسفوليبي بممبر. اللي هو بلاي تليتس فاكتور ثري. اللي بيتجمع عليه ويتركز عليه كواجيليشن فاكتور. يبقى ديه صح مش هنختارها. عملية البلاي تليتس اجريجيشن سيلف بروبا جيتين بروساس. صح برد. مش هنختار. ايه انكريز باي سايكليك ام بي. لأ. البروستا سايكلين كان بيزود السايكليك ام بي طفش البلاي تليتس يمنع البلاي تليتس اجريجيشن. يبقى ديه الاجابة الخطأ. سي لاي كان. انما بيزيب بالادرونزين دايفوسفيت. اه طبعا بيزيب بالادرونزين دايفوسفيت. السؤال الرابع. بالنسبة لبلاي تليتس. بالنسبة لبلاي تليتس. ديه كنتين اكتين انمايسين. صح. اللي هم بيعملوا سكويزين بي تليتس. كنتراكتال بروتينس. هتعملنا مسرحية المرة اللي فاتت في الكنتراكشن. وبعدين هم مصدر الطاقة في البلاي تليتس. عشان كده بتختازن. صح. ده سؤال جميل اللي جاية السيدي. لو في شك الدبوس. سمول انجري. دي كان. دي كان. ستوب بليدنس. طبعا. قلنا لو جرح صغير جدا. كما شك الدبوس. لا نحتاج للجلط. لا نحتاج للجلط. تقوم البلاي تليتس بمفرديها. بإيقاف النزيفة. عن طريق الفازو كونستيكشن والبلاي تليتس. هالنورمال كونت مئة وخمسين الف. ربعمائة وخمسين الف. خد بالك اللي جاي. خد بالك اللي جاي. بير كيوبيك سنتيميتر. لا. غلط. هي بير كيوبيك مليميتر. قلتلك ما بيغيروش الرقم. بيغيرو التمييز. يبقى دي هنا هي الاجابة الخطأ. وعليه هي الاجابة الصح اللي تختارها. اخر سؤال. تقوم بيغيروش الرقم. انه هو اتصال بروستا سايكلين. لا طبعا. بروستا سايكلين دي بتطلع من اندوثيريا. مش بتطلع من هنا. خلاص. وبعدين ده بيبقى السورس في ثرومبوكزان اي تو. انت عارض. هل هو بليكليد فاكتور ثري صح. هل هو اتكنسنترات البلاد كلوتين فاكتور. اه ده وظيفته الفوسفليف بممبران صح. اتس كابرد ويذ بلايكو بروتين كوت صح. يبقى الاجابة الخطأ انه البلايكليد ما بتديش البروستا سايكلين اي. وعليه الاجابات الصحيحة. حتى ترتيبها جميل سهل كده اجابكم صادفة جميلة. اي بي سي دي. يعني واحد اي اتنين بي تلاتة سي اربعة دي. وخمسة اي. دي الاجابات الصحيحة. ده بزء اصيل في المحاضرة بتاعتنا. والاهم زي ما بقول. الموضوع عشان تشتغل في يوم الاهم هيماتولوجي. امراض دم. وهنا معها اونكولوجي. تمام? ليهيماتولوجي عند اونكولوجي. لازم تبقى عارف البلاد كويس. بقى اسمع محاضرات لعب لله. واخد جاءت يعني شيهادة من رجل له قيمة. على فكرة. كل الناس اللي مشاكل في امراض الدم والكانسر اللي هو اللي هو اللي هو عاوزين علاج كمائي. حتى من كل البلاد العربية. كل السفراء هنا بتوع السفرات العربية بيودوله الناس. لانه معروف. وفي نفس الوقت بيتكلم طبعا العربي. فاسهل التعامل معها. والشهادة اعتز بها جدا يعني. في حتى تقييم المحاضرة. مش مجرد يقولي انها محاضرة كويس. انه قيمها وقالي ست نقط وقالي انها خدتها از از قلتها كبيزك. بعد كده طبعا هو يقول امراض دي حاجة خاصة دي. طيب ولد نبتدي. البلاك كوابيليشن. وهو واحد من اهم المحاضرات. طبعا انتم عارفين تجلط الدم ده موضوع انا عارف انه بيسبب مشكلة لي. انما هو موضوع لطيف. وبرضه في عجالة. الانسان طبعا تجلط الدم ده حاجة. والنزيف كمشكلة رهيبة عنده. ان الواحد ينزف ويموت دي حاجة صعبة. لدرج منهم قاعدوا يفكروا في حكاية التجلط. وحتى في نقل الدم في محاولة انقاذ الشخص بنزيف. بدأوا الاول عشان تبقى عارف في سنة 1667. هبقى حكي ده مع البلاك ترانسيوجن. نقل اول مرة دم محصاء لانسان. طبعا ما تنفعش خالص. في سنة 1818 واحد انجليزي اسمه جيمز نقل دم انسان لانسان. وطبعا غير مراعي لفصائل الدم. فما ببرضه العيان. اول واحد اسمه كارل هبقى حكي لكم قصته خاد جايزة نوبل فيها في سنة 1901. ده عارف بصائل الدم وبالتالي ننقل ايه بالضبط. قلت ان جلطة الدم لو عاوز تفرج عليها اهيه. اواريك الجلطة. الجلطة عبارة عن شبكة من الفايبرين. جواها الكرات دم حمر. يعني اول ما فكروا في الجلطة ابو قراط اللي هو قلنا يعني اللي بنعمل القسم بتاعه. اللي هو ربعمائة لخمسمائة سنة قبل الميلاد. ده لاحظ ان فيه في فايبر في الدم. فايبر بصي ما هو فايبر. وبعدين في القارن السبعتاشر واحد كان عنده ميكروسكوب عدسة واحدة. اسمه ما البيجلي. ده قدر يشوف ان الجلطة فعلا شبكة من خيوط. ده التاريخ اللي بحكيه دلوقتي. انما يعني تعبير فايبرين ما تقالش غير سنة ألف تنمية واحد. برجل اسمه فور كراي. وفي بعد كده راجل اسمه بورتشاو في سنة ألف تنمية سبعة واربعين اتكلم عالفايبرينجين بقى. انما الابتشاف الحقيقي للفايبرينجين حصل بواحد اسمه دانس واحد اسمه هامرستين واحد اللي كان واحد سنة تسعة وخمسين والتاني ألف تنمية تسعة وسبعين. ألف تنمية تسعة وخمسين ده دانس واللي بعديه ألف تنمية تسعة وسبعين. يعني قصة شغلت الناس فوق ما تتصوروا. ده كان الجزء التاريخي اللي بنحب نبتدي بيه عشان نثري الناس اللي عاوزة في يوم الايام تتكلم على ازاي الموضوع التجلد ده مهم. الاول قبل ما اكلمكم على التجلد نبتدي بقى دي البداية الحقية واحسبوا لي الوقت من دلوقتي مفضلكم. ما تحزبونيش على اللي فات. على فكر الراجل ده قال لي فيه عيب في المحاضرة احب اقوله برضا. قال لي انه على اليوتيوب مش نازل عنوان المحاضرة. فابطري يبص على كل البلاد عشان يوصل للجزء اللي هو اعاوز. فانا بطلب من الدكتور مصطفى وهو دكتور في الازهر لم اقابله في حياتي لكن بشكره في البث لانه بيعم مجهود راهب ومثله لدكتور اسلام ويعني ناس كتيرة. ان من فضلكم ابصوا على المحاضرة وزودوا بدل ما تكتبوا بلاد لكتشر وان بكتبوا دي بتاعة دي بتاعة البيتليتز. اتمنى باسمعوني او حد من الزملاء يوصل لهم. هحاول اتواصل معهم. حيانا لم التقي باي واحد فيهم. واسأل الله لهم ان يحط اللي بيعملوه في ميزان حسناتهم لانه مجهود يعني يشكر عليه. نتاكى الله ونبتدع البداية الحقيقية للبلاك واجليش. يلا نبتدي محاضرتنا. دلوقتي المحاضرة دي ليه مهم يا ولاد؟ لان اهم قرار بياخده جسمك هو قرار التجلد. واحد يقول انت بتحب تقول كلام كده فتفاض انشايا. اقول لأ ده عاداتي انت عارف. لا اقول الا ما اعني. ولا اعني الا ما اقول. بقى في العب لله. جملة مهمة كده. دلوقتي مفروض ان لو حصل اصابة يعني معتبرة لازم نعمل جلطة. ولا هتموت من نزيف. يبقى لازم الجلطة تحصل مع اصابة تستاهل. طب لو حصل اصابة ومع يعني معتبرة ومحصلش جلطة هتوفرها الله من نزيف. الاخطر بقى. لو حصل جلطة بدون اصابة لها معنى. هموت من جلطة في القلب اللي هي السكتة القلبية. اللي هي زي ما قلت. السبب الاول اسمع دي. ما بنقولش كلام كده لا نعنيه. السبب الاول للوفاة في العالم. واحد في كل التالاتة. شوف انا بحدد حبل في عالمنا هذا بيموت من جلطة خطأ في القلب. تاني سبب حتى قلنا هو الكانسر. يبقى احنا بصدد اهم قرار في الجسم. ان لازم لما يحصل اصابة معتبرة معتبرة يعني تحتاج الى نعمل جلطة. لازم يتلازم الشيئان. الجلطة مع الاصابة اللي تستدعي. اصابة استدعي من غير جلطة موتنى من نزيف. جلطة بدون اصابة استدعي موتنى وده الاخطر من جلطة في القلب. واحد في كل ثلاثة السبب الاول الوفاة في العالم. عشان تعرف انت مقبل على ايه بالوقت. هتسمع ايه? وعشان تفهم عرض العبد الله الموضوع بيتم ازاي? اول مرة فكره في نظرية تجلط. راجل اسمه مورافيتس ألماني في بداية القرب الى التاسع عشر. ايه تينك اتين مش فاكر بالظبط. عشان محبش اقول حاجة اللي نمتأكد منه. تقريبا كده حوالي ميت سنة. الراجل ده قال الجلطة هي عمرة عن شبكة من الفايبرين. بروتين خيتي. فايبرين اهي. اي ان يعني بروتين وفايبر يعني خيط. وانس عملت شبكة من بروتين خيتي ورميتها في الدم. هتصطاد اربيسيز. يبقى انتانجلين او ترابين اربيسيز. يبقى عاوز كل واحد بيسمع ان يعرف ما هي الجلطة. شبكة من بروتين خيتي اسمه فايبرين. بواها اربيسيز. طيب الشبكة دي معمولة من بروتين سابق اسمه فايبرينوجين. يبقى اللي بيعمل جينيسيز للفايبرين. علمتها لكم بحاول هنا برضو في الداجرام اللي الراجل اثنى عليها انها معمول فيها مجهود. انا بحاول شو بقسم بالالوانة هاي. جينيسيز يعني توليد او تخليق ما احنا قلنا جينريتور يعني مولد. ففايبرينوجين بيعمل جينيسيز للفايبرين. طيب. هذا الفايبرينج عاوزك تعرف لي عنه معلومتين. انه صوليبل. الفايبرينوجين ده. من غير قبل ما يتحول الفايبرين بيبقى في الدم صوليبل دايب. وانه بيتكون من سيكس بيبتايد موجودة في ثري ساتس يعني اتنين اتنين اتنين. ستة محطوطين اتنات. عشان تحول هذا الفايبرينوجين ال صوليبل الى في شكل خيوط. تعمل شبكة. تصطاد الاربيسيز. لازم تكسر تو بيبتايد شينز. يعني الفايبرينجين سيكس بيبتايد شينز. كان نفسي اكتابة حد. تعال نكتب. يبقى الفايبرينجين ده سيكس بيبتايد شينز. الفايبرين ده اربعة في بطايد شينز. يبقى الفايبرينجين ستة وسوليبل. الفايبرين اربعة عاوز اربعة بس وين سوليبل. يبقى الطالب زكي. فكر معايا. يبقى انا ايه العامل اللي انا محتاجه. انا محتاج بروتوليتك انزايم. اللي بيكسر بروتين اسمه بروتوليتك انزايم. اللي بيعمل الجلطة واسمه ثرومبن. يبقى ما هو الثرومبن ده؟ بروتوليتك انزايم بيكسر الفايبرينجين الى فايبر ونعمل الجلطة. اقول لك معلومة جميلة. كل الكواجيليشن فاكتورز بروتوليتك انزايم مش بس سترومبن. يعني اقول لك فانشنلي. وظيفيا البروتوليتك الكواجيليشن فاكتور وبره عن ايه؟ بروتوليتك انزايمز. ترومبن. خد بالك احنا في شرح البلادك واجليشن ليه ما بتفهمهاش المحاضرات مع الزملاء؟ لانهم بيشرحوا من فوق لتحت. محن النظرية حصلت من تحت الفوق. فانا بشرحها كمان عدس. عشان كده سموا الفايبرينجين ده ده اول خطوة. فاكتور وان. ده من اول خطوة الناس كلها حكيتلك في التاريخ كان بيدوروا على الفايبرين والفايبرينجين. ايه ما بتسيب الدم ايه؟ ايه؟ ايه الجلطة دي وبص الراجل بيقولت اول ميكروسكوب معمول من عدسة واحدة لقى في فايبر ده التاريخ. الفايبر دي اسمها فيبرين. ما جواها كورباسي اللي هي الاربيسيز ده الجلطة. فايبر جواها اربيسيز. معمولة من بروتين سابق اسمه فيبرينجين. يعني بيعمل جنسيز الفايبرين. فسموا ده فاكتور وان. وفهمتك ايه الفارق بين الفايبرينجين السوليبل اللي هو سيكس فيبتايت شينز والفايبرين اللي هو اربعة فيبتايت شينز. ان احنا نكسر منه اتنين. يبحتاج نعيه تكسر بروتين فكر معيه. يبقى ينيد بروتريتيك انزاين. اللي طب احنا بصدد قرار خطير جدا. فهذا الترومبن ربنا ما خلهوش في الاكتف فور. خلاه في صورة سابقة ان اكتف اسمها بروترومبن. برو يعني قبل الثرومبن. ولما يحصل اصابة معطبرة ننشط البرو ثرومبن الى ثرومبن. فيكسر الفايبرينجين لفايبرينجي جالطة. لان لا يجب ان احنا نعمل جالطة الا لو في اصابة معطبرة. فسموا البرو ثرومبن ده. فاكتور تو. يبقى فهمت القصة ماشي ازاي. الناس انت ما بتفهمش. عشان بيبتدوا من فوق لتحت. عبد الله بيبتدي القصة كما حدثت. من فاكتور وان لفاكتور تو هنطلع. يبقى ما هي الغلطة؟ فايبرين. معمول من بروتين سابق اسمه فايبرينجين. فده يبقى فاكتور وان. الفايبرينجين زي ما قلت لك ده دايف في الدم. عشان اعمل بروتين خيطي مش دايد. محتاج بس من الستة اربعة. يبقى محتاج انزايم. ده اهم انزايم اللي بيعمل الجالطة. اسمه انا البروتين اللي بيعمل الجالطة. انا وقلت ما الانزايم الا بروتين. يبقى ترومبن ده وكل كو اجليشان فاكتورز. طب ده قرار خطير. انا مش هعمل جالطة عمال عبطار. فلازم يبقى هذا الانزايم في صورة غير النشطة اسمها برو يعني قبل برو ثرومبل. وده فاكتور تو. كلام ده من مئة سنة اولاد. يعني لو بتقولي من مئة سنة كنت روحتوك وخلاص. هو ده التجلب. البروترومبل انزايمي الغير نشط يتحول الانزايم النشط اللي هو الثرومبل. والثرومبل يكسر الفايبرينجين الى فايبرين اللي هو خيوط الجالطة اللي هتينتانجل الاربسيجين بتعمل جالطة. شكده الفايبرينج ده عبارة عن بوليمير. يعني اربع خيوط. بوليمير. مش مش بام بطايت. اربع بطايت شيء. ما احنا عملنا اي في المئة سنة دي. حلينا اشكالية واحدة بس. امتة مين اللي بينشط البروترومبل الى ثرومبل. ده كل اللي عملناه في المئة سنة اللي فات. عرفنا ازاي ومتى يتنشط هذا الانزايم. هل هو القرار خطير? طبعا اضعت وقتك. ده اخطر قرار. لا يجب. تنشيط هذا الانزايم. تحويل البروترومبل اللي هو الانزايم الغير نشط الى ثرومبل اللي هو الانزايم النشط. الا اذا كان فيه اصابة معقولة. معتبرة. لان لو عملها تغلط. هتوفك الله. وده السبب الاول وفاة في العالم واحد في كل ثلاثة اللي يموت من جلطة خطأ في العالم. فيه اصابة معطبرة وما نشطش الانزايم ما عملتش جلطة عتموت من نزيف. يعني كده ميل كده ميل. قرار خطير. تفتكر قرار خطير. ربنا علمنا في الحياة الشورى. يبقى ما يقومش بيه فرض واحد. اللي ياخد هذا القرار. مجل الشورى. اسمه مجموعة مجموعة مركبة. المجموعة اللي هتنشط البرو ثرومبل. احنا قلنا بنقرأ من الليمين للشمال. المجموعة اللي هتاكتيفات البرو ثرومبل. يبقى اللي هياخد اخطر قرار في جسمك مجل الشورى. اللي هياخد قرار تنشيط البرو ثرومبل. الى ثرومبل اللي هو يعمل جلطة مجل الشورى. اسمه برو ثرومبل اكتيفاتيشن كومبليكس. هذا المجل الشورى بيكون من اربعة. حفظات اجاب طريقة سهلة قوي. رقمين وكلمتين. رقمين. بالازرة هو. فكتور خمسة وعشرة. نزيزة يا حتى. الالقام حلوة خمسة وعشرة. وكلمتين. ايونايز كالسام. قلنا قوة الكالسام فين? في التشارجس. ايونايز. ما بقولش كالسام. و فوسفوليبد. فوسفوليبد. عارفين جبناه منين الفوسفوليبد ده? الفوسفوليبد ده. اللي هو بليتل فكتور ثري. اللي هو الفوسفوليبد ممبر متع البليتليتس. عشان كده وقلنا ما ليش جلطة غير على سطح البليتليتس. يبقى مجل الشورى يا أولاد يتكون من أربعة. يلا نحفظه مع بعض تاني. فكتور خمسة وعشرة. وبعين فوس تسكت. الالقاء فان. خمسة وعشرة. وكالسام وليبد. فوسفوليبد. كل مجل الشورى له زعيم. في زعيم مجل الشورى. من هو زعيم مجل الشورى اللي هو عشرة? وتمالي لاحظ عشرة ده عندنا هو الزعيم تمالي. حتى زي ما في الكرة تمالي اللعب رقم عشرة ده هو الأكثر أهمية. نذكر من عندنا الخطيب. عشرة ده مهم جدا. في البراسيمباتاتيك كميستر البراسيمباتاتيك الفيجس رقم عشرة. في الزعيم هو رقم عشرة هو في الصدارة هو رقم عشرة. عشرة ده بقى لازم يبقى ناشط. ايه هنا يبقى لازم يبقى اكتف عشان يشغل مجلس ده ويحول برو ترمبل لترمبل لازم يبقى هو ناشط. طب ننشطه ازاي? قال لك فيه سكتين. يا سكت سبعة يا سكت تمانية. بعدها الجميلة قوي. يبقى تنشيط سبعة عشرة بيتم بسكتين. يا سبعة تمانية. وهقول لك بعد شوية ليه ربي ده عملهم سكتين. حتى دي اجاوبة. فسبعة يتحدث عن نفسي. انا عشان انشط لكم عشرة وعمل لكم جلطة لو قرار خطير. لو عملت غلط هتموت. واحد في كل تاتة هتموت من غلطة خطأ. لازم تدوني دليل اصابة. ان فيه اصابة. عشان معملش جلطة على الفاضي. انهم دي جديل اصابة نجيبها مني نشوف انا بحدي الفسيوليشي. قالها تولي حاجة من التيشو. من الانسجة من بره البلد لعمل الجلطة. فسموها تيشو ثرومبو بلاستين. بلاستين يعني مخلق. علمت هلكو الترمينولوجي ده من ضمن مزاع المحاضرات بتاعتنا. لما قلنا بسبب ان البومر وما بيخلقش. فبلاستيك عن تخليق. نقراها قلنا علمتكم مليميل للشمال بلاستيك مادة بتخلق الثرومباس الجلطة من التيشو. فيسموها تيشو ثرومبو بلاستي. دي اتنشط سبعة وسبعة ينشط عشرة في حصل جلطة. برضو عاوزك تفهم. احنا هنا بنفهم ما بنحفظ. انا مش محاضرة. مش جاي حافظ لي كلمتين باعت اياه ومع الطلبة. باية طريقة ان سبعة قال هتوري دليل اصابة. باية طريقة ان حاجة من التيشو دي دليل اصابة. ممكن نفكر بزكاء. سبعة ده في الدم. ايه هيجيب له حاجة من التيشو. افهم. ايه اللي هيجيب له سبعة حاجة من التيشو? اللي زل بلاد فسلت فتح. افتح ويدنك. البلاد فسلت فتح وساعة تيشو. فجهة تيشو مع سبعة. يعني سبعة عمر ما هيتنشط غير لو جات له حاجة من التيشو. يبقى حاجة من التيشو جات للبلاد يبقى البلاد ساعة تيشو بقى مهمية في الاصابة. شوف الروعة في الخلق. يبقى مش حفز مش معلومات. ان سبعة قال انتو بتطلبوني بقى اخطر قرار ان انا نشط لكم عشرة ونعمل جلطة. اللي هو زعيم التجلط عشرة. ادوني دليلني في اصابة. انا في البلاد هدوني حاجة من التيشو. يعني ازاي دي تبقى دليل? الله. ايه اللي جات سبعة اللي في الدم الحاجة في التيشو? ايه اللي زل الدم الفسلت فتح دم ساعة تيشو بقى سبعة اللي في البلاد ان كنتك مع تيشو نشط سبعة نشط عشرة. هنا دليل اصابة جبناه من بره البلاد من التيشو. عشان كده سمه ده الاكسترينسيك باثوي يا ولاد. مش اكسترينسيك انه بيحدث خارج الجسم. مش عاوز عبط. لان دليل الاصابة كان من خارج الدم من التيشو. اكسترينسيك باثوي. رحفز طهل امان الاجيال. الاكسترينسيك باثوي مطولة مطلقة لفاكتور سبعة. الرقم الان길 كرمه ان خالق. دم اقول قاعس انت بيقف موخش ايه? ليلة. دم اقول سبعة تقول لكسترينسيك. ما الاكسترينسيك باثوي الا فاكتور سبعة. وما فاكتور سبعة الا الاكسترينسيك باثوي. عندما اتحدث عن الاسترنسيك فانا اتحدث عن سبعة وعندما اتحدث عن سبعة فانا اتحدث عن الاسترنسيك تعالى بقى ليه الناحى التانية تاني طريقة تنشيط عشر زعين مجلس الشورح عن طريق تمانية تمانية قال اسمع القصة كواس اوي وما تهتمش زهد احفظ في العبد الله هطلعك فاهم كويس اوي وفاهم كويس اوي فاهم كويس اوي وبالتالي يحافظ تمانية قال عشان aare initiatives هو اكتب لوحده هاتوا معايا اخويا تسعة ينشط معايا بس ما ينشطنيش انا اكتب انا عاوز معايا اخويا تسعة يبدأ تمانية قال هات اخويا تسعة تسعة قال هات اخويا احداشر ينشطني تمانية عاوز اخوه تسعة ما ينشطوش عاوزه معاه معاه هو نشط تمانية الوحدة عاوز اخوه تسعة انما تسعة قالها تاخوه احداشر ينشطني اهو الابتم حداشر بينشط تسعة واحداشر قالها تاخوه اتناشر ينشطني يبقى اتناشر هنشط حداشر وحداشر هنشط تسعة وتسعة مع اخوه تمانية نشطه عشر طيب مش هنخلص تمانية عاوز اخوه تسعة وتسعة عاوز حداشر ينشطه حداشر عاوز اتناشر ينشطه مش هنخلص اتناشر قال خيصنا ادوني دليل اصابة ليه نديك دليل اصابة قال ليه ان انا هعمل جلطة والجلطة دي اخطر قرعه ما انت جلطة غلطة انت جلطة غلطة هموت فجبنا له دليل الاصابة شوفناه المحاضرة المواضية كولوجين عمر ما الكولوجين في البلوغت فصل هيبع اكسبوز يا ولاد الا لو البسل اصاب واطلاق الداخلي الطلاق الداخلي اللي هو الانڤسيلي موعت فبان تحتيها مش الاسمانت الكولوجين يبقى لو اتناشر جئ انقلتك مع الكولوجين يبقى 100 على اصابة يبقى اتنشط هنا يا ولاد دليل الاصابة ب busca بص داخل البلوغت داخل الفصل فعشان كده ساموها انترينسيك باثوي يبقى هنا دليل الاصابة كان برا الفيسل فسموها اكترينسيك هنا دليل الاصابة كان جوه الفيسل فسموها انترينسيك انما اللي عبط ان انترينسيك بتحصل بوها بجس وكسترينسيك برا ده مش عاوز اقولك حاجة اسمع فتح وده لما بحط الدم فتستيتيوم برا الجسم برا الجسم بيتجلط تبعا للانترينسيك باثوي. مين اللي بيقوم مقام الكولوجين في الحالة دي? اللي في التستيوب ويتابول سيرفز. انت اول ما بتحط دم في تستيوب بقت بقت مبلولة ويتابول. دع مبلولة. بقى فيها يقوم مقام الكولوجين نشط اتناشر. يبقى يبقى كلمة تبعا لان دليل الاصابة في الحالة العادية جاي من جوه لكن برغم الناس ما هي الطريقة اللي بيتجلب بها الدم خارج الجسم. بس اللي هيكون مقام الكولوجين طب واحد يقول لي انت قلت لنا بطولة مطلقة لسبعة. طب اتحفزنا زي طريقة سهلة او او. بسميها الزفة الطلبة اللي بقوله عمره ما بينسوه. هنا يا ولاب مين البطل? البطل فاكتور عشر اهو. خلاص عشان يتنشط عاوز اتنين قابلوا اتنين بعدوا. سهل قاو قابل عشر يا بيه تمانية تسعة وبعد عشر حداشر اتناشر يبقى زي الزفة ده الزعيم ويزفوه. الانترنسيك مجموعة بتزفو اتنين قابل عشر اتنين بعد عشر سهل قاو في الحفز. قابل عشر في ايه تمانية تسعة وبعد عشر وحتشرة اتناشر يبقى الاكسترنسيك بسويبو طولة مطلقة لفاكتور سبعة. انما انترنسيك زفة. اتنين قبل عشرة والتن بعد عشرة. تمانية تسعة. حداشرة اتناشة. قولها معي. يلا قبل عشرة في اتنين. لبا مين? تمانية تسعة وبعد عشرة. حداشرة اتناشرة. هنا دليل الاصابة في اخطر عملية يا ولاد. جبنان. عشو كياه سموها اكترنسيك باثوية. شوف الديا جرام حلو ازاي الراجل برضو اثنى عليه. قال لي دا جرام زموع طبرة. يا ريت تحطوها لنا في كتاب. بس دا بقى بعد قصد اللازك انا في العمر بقية السنة التالتة. نبقى نفكر بقى نعملها بحرفية اكتر. يبقى هنا دليل اصابة متشو يبقى اكترنسيك. انما هنا جوة الفيسل يبقى انترنسيك. قلت هالك ازاي? تمانية انا اخوية تسعة معايا. مش عاوزوا ينشطنا انا نشط. انما تسعة الاخوية احداشرة. احداشرة سهل اوي. انا وعدتك اجاوبك وليه ربنا عمل حتى دي هجاوبها. ليه لما يبقى عندنا مصاب في الشارع واحنا هنا عندنا مصاب مصاب وهو بلاد بيسل. بلاد بيسل مصاب. اتعور. بنعمله نوعين من العلاج. في اسعاف اولي. سريع. لكنه ليس افشيط. وبعد كده نوديه المستشفى. يبقى علاج حقيقي. لكن بياخد وقت. طب ما نفس الفكرة هنا. هنا في محتاجين فاكتور واحد. فيبقى الاكترنسيك باثوي هو ده الاسعاف الاولي لانه فاكتور واحد بس. اللي عاودينه. ولكنه ليس افشيط. لكنه في الانترنسيك باثوي. اتناشر ينشط حداشر واحداشر ينشط تسعة وتسعة مع اخوه تمانية نشطه عشرة. يبقى ستيبس. بتاخد وقت سلو. ومور افشيط. طب احنا فهمنا سلو ليه? شرحت لنا ليه بطيقة? لان كزا ستيب. اتناشر حداشر لوم اتنين لبعد عشرة. واتنين قبل عشرة. تسعة تمانية. او عا تنساها. اتنين قبل عشرة. وناشر حداشر. واتنين قابليها. تسعة تمانية. طب ليه مور افشيط. فاهمنا? انت قلت لنا سلو واضحة انها ليه سلو. عاودينها فاهم ليه افشيط. لانه. الكواجيليشن ده كسكيد ري اكشن. ده نيه كسكيد يا ولد. يعني شلال صغير. ايه ميزت الشلال صغير? تابع كده تخيل كده بالخيال ما انا قلت لكم الاماجينيشن. ان فيه ماية نازلة شلال صغير. كل ما الماية تنزل سرعتها بتتزايد بعجلة الجاذبية. يبقى سرعة منتظمة متزايدة. ادي ميزة الكسكيد. يبقى حاجة ماشية بسرعة متزايدة بانتظام. يبقى ركز على الكلمتين. تزايد منتظم. تزايد منتظم. فده نفس الفكرة. اتناشر بيقدل تكون كمية اكبر من حداشر. وحداشر كمية اكبر تيعمل تسعة كمية اكبر من حداشر. كل ما الري اكشن بيمضي بيبقى فيه تزايد. تزايد منتظم. عشان كده قلنا مور افيشن. الري اكشن التاني اقوى من الاول. والتالت اقوى من التاني. والرابع اقوى من التالت. and so on. this is why it's مور افيشن. يعني وجود كزا خلاسلو مفهومة. لكن زاي خلها مور افيشن. اجابك المحتم. تزايد منتظم. طيب. هل كلهم فوادي? ده سؤال من اشهر اسئلة في الشفر. هل الاكسترينسيك فوادي والانترينسيك فوادي? لا. فيما بينهم حاجة مهمة جدا. ان من اول ما بدأ الاكسترينسيك لانه ده الاولاني بيبتدي الاول. ده عاوز فكتور واحد بس سبعة مطورة مطلقة. سبعة بنشط تسعة. اهي شايف? يبقى فيه العلاقة بين. ده سؤال من الاواعي. ما بين الاكسترينسيك والانترينسيك. ان السبعة بنشط تسعة. ده القضينا في مئة سنة اولاد. عرفنا ازاي بنشط البرو ثرومبن الى ثرومبن. اللي هو اخطر قرار في جسمك. الثرومبن ده هيحول الفايبرينوجين اللي هو صوليبل. وسيكس ببتايت شينز لخيوط الجلطة اللي هو الفايبرين اللي هو اربعة ببتايت شينز بس. وان صوليبل تعمل شبكة تعمل عبر الجلطة. قرار خطير. جلطة من غير اصابة معطبرة موت. ياخدوا كم واحدة اولاد. اربعة. حتى اسمهم. تأمل اسم. المجموعة اللي بتاكتيفات بتنشط البرو ثرومبن. يبقى نقولها الانجليش اربعة فاكرهم رقمين وكلمتين. خمسة وعشرة. تققف شوية. لازم تقدي المعلومات لمقهد بزكاة. خمسة وعشرة وتسكن. وكالسام وفوسفوليب. تاني. خمسة وعشرة. وكالسام وفوسفوليب. من زعيم مجلس شورى? زعيم العملية كلها? عشرة. في سكتين لتنشيطه. دلوقت انتو بس اللي فهمين ليس سكتين? واحدة رابد بطلس افشنت اسحف اولي. واحدة سلوه بطلس افشنت. يا سكت سبعة يا سكت تمانية. سبعة يتحدث عن نفسه. عشان انا ننشط لكم عشرة لازم اتنشط. هتقولي دليل اصابة يا نشاطني. جبنا هون من اين? من خارج البلاد. من تيشو لعمل الجلطة. تيشو ثرومبو بلاستن. ادم الدليل من بره? يبقى عشان كده سموها. لانها فاكتور واحد بس. اللي هو سبعة. يبقى رابد. وما يبقى مفيش كاسكيت. عشان كده. مش غير نحفظ. بس تعجب لما اشارع بيشرح في المحاضرة. ببتقس اللي بيشرح واللي بيسمعوه. لان فاقل الشيء لا يعطيه. يا دي محاضرات. وبعمل يزعلوا ان ما احناش من احسن خمسمية جامعة مش من احسن عشرة جامعة ما. من خمسمية جامعة ما احناش احسن واحدة فيه. في المجالس المعتبرة. طبعا راحوا في الصين دفعوا ورشين عشان يجيبوا. ابروفال ان هما ضمن الخمسمية. يا ربي. يا ربي. تدريس مش مش متزبط. هتقولنا هتقولنا جائزة نوبل واحدة اتخذت في في الابحاث هنا. حتى زويل اللي بنفتخل بيه كلنا في في جامعات امريكا. خد نوبل. عقبالنا يا رب. يا رب بيكنت يا اولاد بيكنت ومصر هتنهض. لما تتعلموا قيمة المعلومات وتقفلوا وترفعوا ديك وتسألوا الناس. اشرح. اتكلم قول فهب. قول معنى الكلام. يعني يقول لهم مستميليشن. خليهم بقى يتحركوا شوية. يبقى سابعة قلت دوني دليل اصابة في اخطر قرار. الدليل من بره بالتيشو. قلت لك ازاي يبقى ده دليل اصابة. اللي اجيب سبعة اللي في البلاد لحاجة بالتيشو اللي ازاد دم ساحة ما عدتيش هو يبقى الفصلة فتح. نيجي. فاكروا الزافة. فاكر الارقام اتنين قبل عشرة. واتنين بعد عشرة. تمانية تسعة. حداشر اتناشر. اتنين قبل عشرة. تمانية تسعة. ورقمين بعد عشرة حداشر اتناشر. وقلناها بتدرج بالزبط. تماني يا اخويا تسعة معايا ما ينشطنيش يا نشط. انما تسعة الحداشر ينشطني. اتناشر ينشطني. مش هنخلص خلصنا. اتناشر قال ادوني بقى دليل اصابة. جبناه له من اين? من جوة البازل? من القلجن? عشكاة سموه انترانسيك باثوية. واي تو باثويز انتم اللي عارفين الاجابة. المصاب في اسعاف اولي وفي مستشفى. ونحن نمتلك مصاب. اسعاف الاولي هو كل واحدة ليه اجابة ليه بطولة مطلقة لفاكتور سبعة. طب وبالتالي مفيش كاسكيد. اعكس هناك بطولة جماعية. اتناشر ينشط حداشر. واحداشر ينشط تسعة. وتسعة مع تمانية. اقول له كاسكيد. كاسكيد. مور افريشان لكن اتنيت ستاين. وهلفي علاقة بينهم? اه سبعة بنشط تسعة. ومرت السنوات. وعرفنا انا زي التجلط. بس بقيت حاجة محيرة. بعض الناس قلنا في ايران في كاشان. وقلنا عددهم حتى لو كنت فاكر ربعمية وشوية. بعد ما بيعملوا جلطة. بعد ما بيعملوا جلطة. الجلطة بتتحلل وبيموتوا. ايه الفقر ده? ايه الفقر ده? هم ناس فقر عارف ليه? ما زكراكم طريقة حيلة. عشان ناقصهم فاكتور رقم فقر. تلتاشر. وفهمت بقى ليه بعد ما وصلنا اتناشر? لان ده اتعمل بعد ما عارفتنا النظرية. فتبقى فاهم ليه تلتاشر تحت واتناشر فوق. انما تشعب طريقة المحادرات القيمة اللي عندنا. ما تشعب ان مش فاهم حاجة. هو ليه ده اتناشر? وده تلتاشر? لان بعد ما العملية دي خلصت. لقينا خلاص. سمينا كل فاكتور وصلنا اتناشر. بعض الناس في ايران بيموتوا. لان بعد ما بتكون جلطة. جلطة ما بتتحلل وخلص في القصة. وتفك الجلطة وينزف يموت. فاكتشفنا ان الفايبرن ده لوس. عاوز نقويه. نحاوله الفايبرن طايت. حاجة زيان بقولك زي ما يكون فاتلة هنجدلها كده. بيحصل ما بين الفايبرن تقويهم تربطهم في بعض. اللي بيعمل الكباري العابرة اللي تمسك الخوط في بعض. هو الفاكتور الفاقر اللي هو رقم 13. اكتف 13. حتى اش كده يسمو ايه بقى? فايبرن ستابيلايزين فاكتور. فايبرن ستابيلايزين فاكتور. وده بيتنشط بالثرومبل. يعني الثرومبل اللي نشط الفايبرنجي. اللي فايبرن بيتنشط يعني هو مسؤول ترومبل نعلم فايبرن اساسي. مش بس يكون فايبرن من الفايبرنجين وهي قويه يحوله من فايبرن لوس الى فايبرن طايت. وكالسيم. عشان نتفق. الكالسيم ده احنا محتاجينه في كل الخطوات معده او الخطوطين. ده قاعدة. مين الايون اللي مهم للتجلط واحد من اهم الاسئلة. في كل الخطوات معده او الخطوطين. وبعدين محتاجين فوسفوليبد ثلاث مرات. في النص اهو. فوسفوليبد كان ضمن عضاء مجل الشورى. وفوسفوليبد جاي من التشو في الاكسترنسيك. ماهو ده فوسفوليبد بس جاي من التشو. تشو فوسفوليبد. التشو في سرومبوبلاستين ده تشو فوسفوليبد اهو. اهو. التشو ترومبوبلاستين ده تشو فوسفوليبد. ومحتاجين فوسفوليبد في الانترنسيك باثرية مع الكالسيم. يعني بقول الكالسيم والفوسفوليبد دول موجودين في كل حتة. بس الفارق ان الفوسفوليبد في الانترنسيك من جوه من البلاي PLATILIZ ان ما من برا من التشوрий. في الاكسترنسيك من برا من التشوين. ان ما قимсяها. وينيج كالسيم انفوسفوليبد في الوسط وفي الطرفين. في الوسط وفي الطرفين. ايه نايس كالسيم. كالسيا الخطوطين اللي ما بسعدهم مش هم الفرس two steps. لما بعد كده مهم هنا وهنا وهنا. في الجناحين وفي الوسط الكالسيم. ومعه مين يا اولاد? فوسفوليبد. بس الفوسفوليبد هنا في الانترنسيك جاي من جوه انترنسيك من جوه من البليكتس. انما هنا جاي من اين? طيب قال لي عدهالنا بقى كده في عجالة تاني احنا فهمنا قوي لاول مرة نظري التجلط. وده الشرح كمان بغي يكون وإلا فلا فلا بلاش هبل. تتحكي من تحت الزملاء الاصغر سنم ده ازاي تتقال? فاكر زنيل فاضل كان مدرس جاء اللي انا عاوز اخطر معك المحاولة. فسيولجي. فضل مش اقول اسمه عشان ما احبوش. قال دكتور ناجي. الفسيولجي انت بكونوا ده اللي مش في الكتب خالص. في الكتاب بيكتبوا من فوق اللي تحت منفهمش حياتك. انت بتحكي حاجة ما لاش علاقة باللي بتطوض. بنطلع فاهمين قوي القصة. تاني اولاد في عجالة بقى. انا عارف ممكن تسمعوها بس سالمها بسرعة. في عجالة بقى. من هو اخطر القرار في حياتك انا ما بقولش انشى. انا اقول ما اعني واعني ما اقول. اسمع جملة دي. من جملة بتاعة العبد الله. فهو قررت اجلط. لازم بقى فيه اصابة معطبرة عشان نعمل جلطة. لازم الاتنين. اصابة معطبرة ما فيش جلطة تموت من هزيف. ودي اقل خطورة. ما فيش اصابة معطبرة ما فيش حاجة تدل ان في اصابة جامدة. وتعمل جلطة ده دي اهم. تموت من جلطة في القلب. واحد في كل كام اسمعها منكم. تلاتة. السبب الاول هو فافت. طب ايه من السبب التاني? الكنسر. نرجع موضوعها. نحكي القصة كما بدأت في المانيا. الجلطة عبارة عن شبكة من بروتين خيتي. شوف الاسم جميل ازاي? فايبرين. بروتين خيتي. فايبر يعني خير. بروتين خيتي عمل شبكة. وانس عملت شبكة انت بتعملش مجود هي بتصطاد ار بسيز. انت بتعمل حاجة واحدة بس تبتعمل شبكة. ما بتصطادش حاجة هي بتصطاد هي اللي بتصطاد. يبقى ما هو 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 تحول الفايبرينجين الى فايبرينجين. بس. تحول الفايبرينجين. اللي هو سيكس بيبتايت شينز. لانسوليبول الفايبرينجين. اللي هو اربعة بيبتايت شينز. طب يبقى دي اول خطوة. يبقى نسميها فاكتور وان. فهمت ليه فاكتور وان؟ لأول ما ما تفهم ليه ده فاكتور وان. طب عشان احاول الفايبرينجين لفايبرين. واحد فاهم بقى. عاوز اخد اربعة من الستة. بروتين عاوز اكسر البروتين. يبقى محتاج بروتينجين لعمل الجلط. اسم على مسمى اسمه البروتين اللي بيعمل الجلط. ثرومبين. وقلت الانزايم بروتين. يبقى ما هو الثرومبين? هو بروتينجينجين. وقلتها تاني. في كل الكواجيليشان فاكتورز دول اهم بالليزر كل دول بروتينجينجين. بسميها التكسير بالتنشيط. او التنشيط بالتكسير. يعني بيكسر حتة فالمركب يبقى انشط. نزام صعيدة. عارف صعيدة عندهم رياضة اسمها التحطيب. يعني نشاطوا بعض بان هما اضربوا بعض. يكسروا بعض. فيبقوا كده المشاطاء. دي الرياضة بتاعاته. نزام صعيدة. التنشيط بالتكسير. تكسر يبقى ناشط. يكسر الفايبرينجين. الستة ياخد منه اربعة بقى ناشط. بقى ما ينفعش الانزام دي بقى في صورة ناشط. اللي يعمل لي جالطة انا مش عاوزها. فربنا نخليها في صورة غير ناشطة اسمها برو ثرمبل. وبقى ده فاكتور اثنين. طب مين يحاول البرو ثرمبل لثرمبل؟ ده اللي هنشوفه. يبقى الوقتي من مئة سنة كان فيه خطوطين. البرو ثرمبل يدي ثرمبل. انزام الغير ناشط يتنشع. ستيب واحد. اللي هي حطيتها فيل مستطيل. وبقى الانزام الناشط يحكسر الفايبرينجين الى فايبر. لو جيت من مئة سنة ما كانش فيه الخطوطين. ان نشط الانزام البرو ثرمبل لثرمبل اللي يكسر فايبرينجين الى فايبر. في مئة سنة تعلمنا حاجة كبيرة قبل وحاجة صغيرة بعد. مين يحاول البرو ثرمبل يا ثرمبل؟ مجلس شورى. اخطر قارف الجسم ما ياخدهش واحد ياخده مجلس شورى. كومبليكس ينشط البرو ثرمبل. فنسميه ايه بالعكس؟ برو ثرمبل اكتباتين كومبليكس. مجلس الشورى اربع افراد. قولوا معي رقمين وكلمتين خمسة وعشر. وكالسام وفوسفوليب. خمسة وعشر. وكالسام وفوسفوليب. جايبين من فوسفوليب ده انت عارف. ده البليتليب ممبرين فوسفوليب. ده بنسميه بليتليب فاكتور ثري. منزعين مجلس شورى عشرة. ده بيبقى اكتب. في كام سكة لطنشيط عشرة سكتين. يا سكة سبعة يا سكة تمانية. سبعة يتحدث عن نفسي. انا عشان ابقى ناشط. ايه اعني اكتب? هنشط لكم عشرة دوني دليل اصابة. في اخطر قرار. جبنا له دليل اصابة منين? من التيشو. تيشو ترومبو بلاستين. حاجة من التيشو لعمل الجلطة. بلاستين تخليق بحاجة من التيشو. تيشو ترومبو بلاستين. لليه تيشو بسكوريب. وقلت لك ازاي ده دليل اصابة الا هجيب البلاد تيشو لازالبلاد ساعة تيشو. وبقل بس المفتوح. وقلتوا جملة الاخبر. الاكسترنسيك باثوي حفاستها لاجيال هي مطولة مطلقة لفاكتور سبعة. عندما اتحدث على الاكسترنسيك فانا اتحدث عن فاكتور سبعة. وعندما اتحدث عن فاكتور سبعة فانا اتحدث عن الاكسترنسيك. نيجي لسك التمانية. زفة بقى. تمانية قال. اللي هم اتنين قبل عشرة واتنين بعد عشرة. خلاص فينا انها سهلة في الحفظ. تمانية عاوز اخوه تسعة معاه. ما هو ناشر. مش عاوزه نشاطه. انما تسعة الاتنين اللي بعد عشرة. عاوز حداشر وعاوز اتناشر نشاطه بعض. بحقيقة الامر هو اتناشر بنشاط حداشر وحداشر بنشاط تسعة وتسعة بعد تمانية نشاطه عشرة. بس ازاها تحفظها تبتدي باتنين قبل عشرة وتكمل باتنين بعد عشرة. تمانية تسعة حداشر اتناشر. قولها وراي قلت عاوز اسمعك. تمانية تسعة. مش هنخلص لقى خلصة. تمانية قال ادوني دليل اصابة. يبقى كل واحد بيبحث عن دليل اصابة انه فاهمين فيسيولوجي. باززاي بعض الزملاء الافاضل. فدول الفاكتور دي فاهمين فيسيولوجي. لو ما فيش دليل اصابة عملنا جلطة خطأ اموت. ورغم كل المحاذير. بتحصل جلطة خطأ في واحد في كل تاته وتوفى الله. بس المحاذير دي خلت الخطأ احصل. في سن كبير عشان ما تفقدش الحياة في الشباب الاولي. برغم كل المحاذير دي. ولسه هتشوف. ناشر قال ادوني دليل اصابة. لو قلش. من جوة. عشان كيه سموها انترانسيك باثويل. يبقى انترانسيك بطولة جماعية. اتنين قبل عشرة. تمانية تسعة واتنين بعد عشرة. حداشرة تناشر. وبرغم ان اسمها انترانسيك يا اولاد. فهي دي اللي بتحدث خارج الجسم. مين يقوم مقام بكل جد? الشحنات السالبة بتاعت الامبوبة المبلولة اللي بتحط فيها البلد. طب ليه ربنا عملتو باسويس? انتوا اللي عارفين الاجابة. اسعاف اولي رابد وليس افشل. انما هنا سلو مور افشل. هم بعض التانية اقوم الاولى والتالتة اقوم التانية. ده اللي خليها مور افشل. انما هنا خط واحدة فباقت رابد وليس افشل. طب سؤال للأوائل هل فيه علاقة بين التوباتويس طبعا. اهي. سبعة بنشط تسعة. سبعة بنشط تسعة. ومرت ايام. وعرفنا اولاد. ان بعض الناس في ايران في كاشان بعد ما بيعملوا جلطة حزون فار. الجلطة بتتحلل ويموتوا. الخيوط مش مسكة ببعض كويس. مفيش ما بينها الكروس بريجيس. ففكرنا يبقى دول عندهم نقص في فاكتور. بعد ما كنا وصلنا فاكتور اتناشر يبقى ده فاكتور تلات عشر. حتى اسمهم. اللي بيقوى الفايبرين. فايبرين. لازم يبقى اكتب. مين اللي بنشطه? يعني ترومبين ده واخد الفايبرين مقاولة. هو اللي يعمل فايبرين ويقوى الفايبرين. حلوة كده يا اولاد? يعمل فايبرين ويقوى الفايبرين. طب ومين الايون اللي مهم في القصة دي كلها يا اولاد يا الله سبعة منكم. هو اقول كالسام. اللي معاه عمره ما يقول كالسام. كما قوة شامشون في شعره قوة الكالسام في الشارجس. ايونايس. كالسام. مهم بل كل الخطوات مع اول خطوطين. وفي حاجة تاني مع الكالسام ولاد. فوسفوليبيد. موجودة في الجناحين. اهي فوسفوليبيد. اللي بحط الليزر وفوسفوليبيد. وفي الوسط. فوسفوليبيد. بس هنا من البلايتليتس. انما هنا نكتشف. اكتب بقى هزا الكلام وبهزا الفهم قضية الامر. انت استاذ في الكواجيليشن. هبقى سمع رأي زميلي. اللي هبقى سمعك في باقي كلماتولوجي. طيب. يبقى احنا الوقت يقولنا ان الهيموستيزيس ايقاف النزيف اربع عمليات. خلصنا التاتة المهمين. بازو كونستيكشن بلايتلي بلايج وكواجيليشن. طيب الخطوة الرابعة. ان احنا بعد ما خلاص عملنا جلطة والبسل اللحم وبقى زي الفل لازم نشير الجلطة دي لان الجلطة فيها عيب. انها بتمنع صرايان الدم يا اولاد. او قبل ما نجيلها الاول تعاني نتكلم شو عن الكواجيليشن. انا اسف. للخطوة الرابعة. ما هو الكواجيليشن يا اولاد. تعريف الكواجيليشن. لان ما اجي لك نظرية تجلط. بعد ما تكتب نظرية تجلط بتكتب شهات المعلومات دي عنها. ما هو الكواجيليشن في كلمة الكواجيليشن هو تحول الفايبرينجين اللي هو داي بلوفايبرين انسوليبل في شكل خيوط. فبولة حتى بطريقة جميلة. ان دي نبا فوجاته يا اولاد. الكوكواجيليشن هو الكوكوكوم كوكومفيرجن. اف صوليبل فيبرينجين انتو انسوليبل فيبرين. عارف ليه السؤال ده? انا حافظ الاسئلة. ساعته يقول لك ايه الفرق بين الكواجيليشن والا بلود. انا بقول لك لازم يعني تبقى قلدك شو عشرة تجاوب السؤال. الكوكواجيليشن التجلط هو الكوكو كومفيرشن تحول السوليبل فيبرينجين الى انسوليبل فيبرينجين. اما الاجليوتينيشن يا اولاد. هو عبارة عن انتيجين انتيباضي رياكشن. لو نقلت دم غلط. الانتيباضي هتتفاعل مع الانتيجين اللي في الار بي سيز تكسرها. برضو تبقى الشقه الكوكو اهي هي الكوكوكومفيرجين. اف صوليبل فيبرينجين انتوا يبقى الكوكو الكوكو تريب مارك علامات مسجلة من يبدها لكم غير الطبعا بلاكواجيليشن ثير دي على ده مأمي يعني علامة مسجلة كبيرة اوي. ازاي الناس هنا وهناك فهموا الكواجيليشن. اما الا ا ا ا ا ا جلوتونايشن هيسأل لك تشافه هي الـ A-A-A-Antigen-A-A-A-Antibody Reaction. يبقى الـ Co هي Co والـ A هي A. الـ Co-Aggulation Conversion of Solubal Fibrin into Insoluble Fibrin. الـ A-A-A-Glutination Antigen-Antibody Reaction. It's three major steps. تلاتة steps أساسية. أول step زي ما بدأنا يا أولاد إن إحنا حولنا الـ Solubal Fibrin into Solubal Fibrin. فاهم إزاي بالـ Insoluble Fibrin. بالـ Thrombin. الـ Insoluble Fibrin. حولنا الـ Insoluble Fibrin into Insoluble Fibrin. بيدي مراحل. خلاص؟ ثاني خطوة Formation of Thrombin from Pro Thrombin. خلاص؟ وفاهم إزاي بمجلس الشورى اللي هو خمسة وعشرة وكالسة مفوص وكالسة. ثالث خطوة زي نأكتبت عشرة ده. كان فيه سكتين. سكت سبعة. سكت تمانية. السكة الأهم. اللي هي الكاسكيدري اكشن بتاعة الـ Intrinsic. والسكة الأقل الأهمية كانت الـ Extrinsic Pathway. يمكن تقسيم Blood Coaggression ثالث خطوات أسية خد بالك. من الأخر للأول. ليس من الأول للأخر لما يشرحوها. انك الأول تحول Fibrin الـ Insoluble Fibrin. بالـ Thrombin. طيب الثرامبل ده غير نشط. في سورة Pro Thrombin. تنشاطه. بمين بمجلس الشورى؟ خمسة وعشرة. وكالسة مفوص وكالسة. مين زعين مجلس الشورى عشرة. ده أهم واحد عشرة ده. لازم عشرة اللي تعمله بسكتين. لأما الـ Intrinsic اللي فيها كاسكيد وعشان كده وعشان كده والـ Extrinsic اللي هي بطولة مطلقة لسابعة اللي هي ليس إفيشان لكنها رابد. طيب. تعال نشوف بقى لازم تكتب الكلام ده بعد ما يجيلك نظرية التجلبة. شتاخد فول مارك في النظرية. حب النظام أوى يا أولاد. كميكالي هم بيتا جلوبلينز. كلهم بيتا جلوبلينز. أي كلوتين فاكتور بيتا جلوبلينز. وعليه بلازما بروتين. بيتعاملوا في الليبر أساسي. بس خد بالك. فاكتور 13 كان مختزم في البلايكتز. والفونف لبراند فاكتور اللي هو نص فاكتور 8 كان بيتعامل في الاندوثيليا. يعني مش كلهم. معظمهم في الليبر. طب فانكشن اللي هم ايه أنا لسه أقول لك. بنشاطوا بعض بكاسكيد ريكشن. يعني ده 12 ينشط 11 و 11 ينشط 9 أو 9 ينشط 8 والعملية متزايدة. يعني تزايد منتظم. ديبقى هم تركيبيا اوعاتين سؤال مهم جدا في الامس كيو. بيتا جلوبلينز. عشان قلنا فاكر الجلوبلينز قلنا الأوائل. لما يسألك انت بتقولوا الجلوبلينز ثلاثة نواع. جاما ده الانتي باضيز. طب والبيتا حاجتين. الباكو أجل كروتين فاكتور كلهم بيتا جلوبلين. والترانسفيرين اللي بيشيل حديد بيتا جلوبلينز. هنيجي بقى للالفا في السيركوليشن. اللي هو الانجيوتين سينجي اللي بيعلي الضخم. ده الأوائل يعني. يبقى هم كاميكالي هم بيتا جلوبلينز. بتعملوا في اللي بره. طب فانكشنالي. قولنا التنشيط بالتكسير. كلهم بيتا جلوبلينز. بيأكتفيه ببعض. كل فاكتور ياولاد بيتا جلوبلينز. رومان يعني مش بالانجليزي. الواحد تكتبها خط الاتنين خطين التلتة تلتة خطوط الخمسة V العشرة X. لو عاوز تزود على العشرة أو الخمسة تقول ستة أو حداشرة تحط الخط بعدها تخصم منها أربعة أو تسعة تخط الخط قبلها. عارفيني كم. يبقى عرفت عن تلك كلمات. خلاص؟ طيب. هم كام على فكرة واحد قال لي انت قلت تلتاشر فاكتور بالصبحة القبلها. هم تناشر. قال لي ازاي ده انت وصلت تلتاشر. فاكتور ستة ما جبت السيرت وخالص. واحد قولي طب حصلت ازاي دي اقولك؟ احنا في يوم الايام افتكرنا ان فيه فاكتور مهم للتجلس ثبت ان هو ملوش اي اهمية. اللي هو فاكتور ستة. مش هنغير بقى الفانيلات كل واحد غير رقمه باللعيبة. يبقى الكون فاكتور زي اللاعبين. كل واحد دي اس ودي رقم. فاكتور ستة اعتبره مات. مش بقى كل واحد هيقلع الفانيلة بتاعته يلبس الرقم اللي اقله. وهم برغم انهم تلتاشر فاكتور هم في الحقيقة اتناشر لعدم موجود فاكتور ستة. وقل لك حاجة تانية برضو اكتور مش اتناشر بس. دول اللي اتناشر ال هم الاتناشر الاساسيون. انهم اكتر من خمسين فاكتور. بس دول اتناشر اسيين. تلتاشر فاكتور مع الاخذ باعتبرنا في ستة. يمكن تقسيم الفاكتور دي. حسب التشابق في الاستراكشل والفانشن لثري جروبس يا اولاد. فيبرانجين جروب. بروترامبين جروب. فيبرانجين جروب. ده اللي بيصنع الجلطة. هو ده اللي بيعمل الجلطة. يعني الجلطة معمولة من فيبرانجين جروب. اللي هو بيشمل اربعة فاكتور. افضلكم بطريقة حلوة. عاملة زي قائمة الانتخاب. يعني اقولك مثلا. قائمة حسامة بن فتوح. قال لي ناخد واحد من الزمن القديم. لازم طبعا على رأس القائمة بحسامة بن فتوح. وما نسمينها ليه قائمة حسامة بن فتوح. إذا كان على رأسها حسامة بن فتوح. فمئة المئة الفايبرانجين جروب. يبقى على رأسها الفايبرانجين. اللي هو فاكتور واحد. ومعها خمسة وتمانية وتمتاشر. كل حاجة العبد اللي عملها بطريقة التحفص. شفت الطريقة التحفص. خمسة زائل ثمانية يساوي تلتاشر. بس ندلهاش كده الممتاح. لحاجة بيننا وبين بعض. مين هم الفايبرانجين جروب؟ أم هي المئة الفايبرانجين؟ ومعها ثلاثة تانيين. خمسة زائل ثمانية يساوي تلتاشر. على فكرة كل أرقام الكواجيليشن. مجمعها في تجميعة رهيبة في صفحة في آخر فيديوية رائعة. لكي لا تحصل الأخباطها في الأرقام. هذا هو اكتيفيتد باي ثرامبل. المجموعة دي اكتيفيتد باي ثرامبل. طبعا الفايبرانجين ميلي كانت. ما ينطبق على. رأس القائمة ينطبق على بقية أفراد القائمة. مش الفايبرانجين كان يتنشط لفايبران بالثرامبل. المجموعة كلها اكتيفيتد باي ثرامبل. مجموعة دي اكتيفيتد باي ثرامبل. لم ينطبق على رأس القائمة ينطبق على بقية أفرادها. الفايبرانجين بيتنشط لفايبران بالثرامبل. يبقى المجموعة كلها تتنشط بالثرامبل. دي المجموعة اللي بتعمل الجلطة. هي الجلطة مش اغلاء عن فيبران. طب دي مجموعة الفايبرانجين اللي بتندي الفايبران. هي دي الجلطة. يبقى الطالب زكي هاجبالك سؤال مسكيو. يبقى أبسنت انسيران. ليه؟ افهم. ما هو السيرام يا ولاد؟ انا قلت لو جبت البلازما وسبتها تتجلط. وخدت الجلطة اللي هو الفايبران دي رميتها في الشارع. يعني جبت البلازما من غير أربسيز. فيها بلازما بروتين. وسبتها تتجلط. يعني اتحول الفايبرانج الى فايبرانج. خدت الفايبرانج رميته في الشارع. اللي باقي دي ساموه سيرام. طب ما انت رميت الجلطة. لما ترمي الفايبران في الشارع. يبقى انت رميت الجلطة. يبقى السيرام عبارة عن بلازما من غير جلطة. طب الفايبرانج جروب بيصنع الجلطة وانت رميته في الشارع. يبقى الفايبرانج جروب لان السيرام عبارة عن بلازما تشال منها الجلطة. يعني تشال منها الفايبرينجين جروب من اسمه الجلطة عبارة عن فايبرين اللي بيعمل الفايبرين هو الفايبرينجين جروب اللي بيصدع الفايبرين تاني جروب اسمه البروترومبين جروب يبقى لازم يتضمن مين؟ قائمة البروترومبين يبقى أولاحد فيها مين؟ بروترومبين وفاكتور سبعة وتسعة وعشر طالب قال لي ما عندكش طريقة تحفظهاونا بيه عندي طبعا طبعا عندي كل حاجة عندي شرفونا تجدوا ما يصركم فاكر الكرينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينجينج المجموعة دي عشان تتعمل عوزة فيتامين كي سؤال مهم جدا في الامس كيو مين الايون اللي مهم للتجلط؟ ايو ناعس كالسيم مين البيتامين المهم للتجلط؟ فيتامين كي ليه هو مهم للتجلط؟ لانه بيعمل برو ترامبين جروب برو ترامبين ساعة 19 ده بيساعد التجلط لك اللي يدخل في الجلطة هناك كامل فورمز الجلطة هناك وعليه؟ بساعد التجلط بس بدخلش في الجلطة اما ترمي الجلطة في الشارع هو ماترماش معهم وكان بيساعد بس هو مازال موجود في السيرام للأوائل ما عدا في البرو ترامبين نفسه زعيم القائمة بيدخل في الجلطة كلهم موجودين في السيرام ما عدا زعيمهم البرو ترامبين دخل في الجلطة اخر جروب اسمه كونتاك جروب اللي هو بيحب يتلزق تلزق في الكولوجين فاكر اتناشر واحداشر دول كانوا اتنشاطوا بانهم يتلزقوا في الكولوجين يحبوا التلزيج كونتاك جروب ساموه اكتيبيت باي كونتاكت كونتاك كان مع الكولوجين برضو اي حاجة تساعد التجلب يبقى مدخلتش في الجلطة اما ترمي الجلطة في الشارع يعني الماء اللي فيه ساموها سيرم يبقى موجود في السيرم يبقى اللي بيعمل الجلطة هو دهناميته في الشارع يبقى السيرم مفروش انما البروثورمبينجروب والكونتاكت جروب بيساعدوا تجله يبقى ما ترمي الجلطة في الشارع ومترموش معاه ومتدخلوش في الجلطة يبقى موجودين في السيرم بانعرف بعض الجامعات مش عليكم ممكن تخزينهم في تلاجات ولو عيان نقص في الفاكتور ندهوده. الاسم على الاسم. اللي في السيرم استابل انسطورج. انما الفيبرانجين جروب اللي مش في السيرم مش استابل انسطورج. ما يمكنش تخزينه. انا عارف ان في بعض الجماعات ما يقولوش المعرمات دي بس نقولها هنا. طب واحد يقول لي يعني احنا لما يجلنا الكواجليشن هنكتب النظريات الحلوة اللي انت قلتها. طب وبعد كده هنكتب ايه؟ نكتب التلاب مجموعات دي. لاحظت حاجة? الطالب قال لي طبعا لاحظت. كل مجموعة من ثلاثة فيها ثلاث نقطة. انتهى النظام من الرجل اثنى عليه. قال لي ايه النظام ده? ايه ده? كل مجموعة فيها ثلاثة. قبل ما نقولي التلاب في مجموعات عرفلي العرفناها بطريقة لا تنسى. الطالب يقولي بنسمع صوتك. ال-coagulation هو ال-conversion of soluble fibrinogen into insoluble fibrin أما فاكرة ال-agglutination بس دي مش موضوحة مش موضوحة بس نقولها ال-agglutination A-A-Antigen A-A-A-Anti-Body Reaction وبعد ما تقول التعريف تقول تلب مجموعات كل عطفية ثلاثة ثري ميجور ستابس الأول حوالنا ال-soluble fibrinogen إلى insoluble fibrin كيفية الترمبل ده أهم ال-enzyme اللي بيعمل الجالطة كان موجود في صورة غير ناشطة عشان موشتها لذلك يسمى برو ثرمبل كيفية الترمبل بمجلس الشورى خمسة و عشرة وكالسة مفوسفوليبي مين زعين مجلس الشورى؟ عشرة ازاي ان اكتبت عشرة بالقصة تير مش هتقولهم انت بتكتب هنا بس الفكرة بتاعة الميجور ستابس ان فيه انترينسيك واكسترينسيك يبقى ثري ميجور ستابس طب ثلاث معلومات عدتو اجليشن فاكتور تركيبيا هم بيتا جلوبلينز يتعاملوا في اللي بر وظيفيا هم بروتوليتيك انزايم ولا تعارب من انهم جلوبلين معني بروتين وانهم انزايم انزايم بروتين الانزايم بروتين لو كنت ناسا فكرك هم بيتا جلوبلينز بيتا جلوبلين بروتين وهما بروتوليتيك انزايم والانزايم بروتين وكل واحد زي لعيب الكرة عنده اس خطيب ورقم عشرة. وبعدين تقول ان احنا بنقسمهم حسب تلات مدبوعات. يبقى تلاتة في الاولة هم. وتلاتة هنا. كل واحدة هسجوتها نيمان رومان. والتلات مدبوعات. من يصنع الجلطة? طبعا فايبرينجي جروه. اللي بتاشمع مين? قلهم معي بقى شبك فاكرهم ولا فايبرينجي. طبعا على قائمة الفايبرينجي يبقى على رأس القائمة الفايبرينجي. ومعها خمسة زا تمانية يساوي تلاتة عشر. المجموعة دي هي بتعمل الجلطة. مين اللي بي نشر الجلطة? اللي بيصلع الجلطة. ما كلهم ما ينطبق على رأس القائمة? ينطبق على اعضاء القائمة. كلهم يتشطوا بالسيروم. كلهم مش موجودين في السيرم. لان انت رميت الجلطة اللي فاضل لا سيرم. وهم عملوا الجلطة. بيهلب الجلطة. هم بيساقل أسف. ليفورم دا كلوت. وبالتالي مش موجودين في السيرم. واللي مش في السيرم. مش ستيبل ان ستوريجي. وفي بعض الجامعات مش عندكم. برو ثرامبينجي روب هتفكرها ازاي. طبعا على رأس القائمة برو ثرامبين. بدل تاتة سبعة تسع عشر. برو ثرامبين سبعة تسع عشر. المجموعة دي عاوزة فيتامين كي. يبقى ليه فيتامين كي مهمة التجلط لانه مهم العمل برو ثرامبينجي روب. دي تساعد التجلط. زي كونتاكت جروب حداشرة اتناشرة. يساعد التجلط. وبالتالي المجموعتين دول بقى هدم بيساعدوا التجلط. مدخلوش في الجلطة. يبقى ما ترمي الجلطة ما ترموش مع الجلطة. هم مساعدوها بس. يبقى ما هيستة في السيرم. واللي في السيرم ستيبل. وانس ترمبين. ده نوت في الآخر سعب يجبوها لكم. يتاكتيبات فاكتور خمسة. ويحصل بيشا السيركل. فاكتور خمسة ينشر الترمبين والترمبين ينشر فاكتور خمسة. حاجة بيشا السيركل يعني يتقوّل عملية. مين الايون المهم للتجلط؟ اظنوا لنا يا اولاد. ايونايس كالسام بيساعد كل الستيبس مع ده الفيرس تو ستيبس. ما بيساعدهمش. من الفايتام المهم للتجلط بيتامين كي. الايون الايونايس كالسام. الفايتامين بيتامين كي. يا سلام بقى لو كتبت رضاية التجلط اللي قبلها. الصفحة دي كده فكده. وحطت التلاتة في تلاتة. وما هو تعريف التجلط? تبقى استاس تجلط. لو في حاجة فوق فول مارك لازي بيدوها لك. تعالي بقى اولاد. تعقيب ده ليه الامس كيو باس? الانترينسيك والاكسترينسيك باثوي هنقول ما بينهم. مين اعضاء الانترينسيك باثوي فاكر اتنين قبل عشرة اتنين بعد عشرة? تابنية وتسعة? وحداشر اتناشر. واهم. حتى كتبالك بطريقة تحفز. تابنية تسعة عداشر اتناشر. الانترينسيك بطولة مطلقة الفكتور سبعة. ما سبعة الا 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 طيب الانترينسيك. طيب الانترينسيك. مين هيبقى اسرع? بان احنا اقول للمور رافد الا 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 عامل واحد. خمستاشر ثانية. انما دي عاوزة وان تو سيكس منترينسيك. مين مور افشيانت؟ قلنا الكلام تابس بيتجمعه في جدول. هنا مور افشيانت. ليه فهم؟ لانه كاسكيد. وانتو بس اللي فهمين يعني كاسكيد. يعني شلال صغير. يعني ايه? يعني تذاب منتظم. اشرح لي اكتر. يعني الخطوة التانية اقوى من الاولى والتالتة اقوى من التانية والرابعة اقوى من التذاب الشلال. كل ما بينزل السرعة بتزيد. هذا هو مور افشيان. طب ليه سموا دي انترينسيك؟ لانه كل الفاكتور انسايد بلود بسلس. فاكر؟ دليل اصابة كان جوه من الكلش. انما ليه سموا دي اكترينسيك؟ لان دليل اصابة جبناه من بره من التشو. في غلطة بيغلطها بعض الزملاء. يقول لك الانترينسيك ودي اللي نحب نقلها لك ما بيحصلش جوه بس. ان فيو يعني جوه بالداخل. تب يحصل ان فيو ان فيترو. وفي الخارج. في اللغة ان فيو يعني الداخل. ان فيترو يعني خارج الجسم. طبعا احنا قلنا خارج الجسم مين بيقوم مقامك كل جد؟ الناجاتف تشارجس وفيتابل سيرفز. يقول لك فاكتور سابعة برغم ان بيحدث ان فيو انا مش موافق على دي يا اولاد. ليه؟ وهديكوا الدليل يعني ان هما بيقولوا المش مزبوط بس يعني بتمشى معهم عشان ما فقتكوش. اتوكافز اوليفيو. لا بره بيحدث ان فيو ان فيترو. انت لو جبت الدم بره الجسم حل? في فاكتور سابعة. وحطيت عليه تيشو اكستراكت عصير خلوي. عصرت عليه تيشو بياخدوه حتى زعوه استعرف من مخ الارنب. يبقى انت بتنشط سابعة بانت حطيت حاجة بتيشو يبقى يحصل تجلو تخارج الجسم. اقول لك حاجة بقولها لهم. هي دي فكرة البروسرامبن تايم. واحد من اهم تجارب التجلو ببرا. في البروسرامبن تايم بنجيب الدم وبنحط عليه تيشو اكستراكت فبيتجلط. وعشان كده المدة لا ما يصحيش تزيد على البروسرامبن تايم. انا 14 ثانية حتى. انا اخدها بقى افتكارك. 14 ساكنز. لو انت الاكستراكت شجال كويس. لما البروسرامبن تايم خارج جسم. ففكرة ان دي ان فيترو ان فيفو ودي ان فيفو بس. لا لاثنين ان فيفو ان فيترو. لعاوص الشهر دي بقى شخوهالهم. شخوهالهم فهموهم. ما انا لو جبت الدم وحطيتش واكستراكت هيجلب برا. ودي قولهم ان احنا بنعمل كده فعلا. مش لو. مش شرط امتناع لو. هو احنا بنعمل كده في تجربة اسمها بروسرامبن تايم. ياريت يعرفوا. ويفهموا. الاكتيباشن. هنا ان فيفو فاكتور 12 قولنا نشاطنا بكولاجين فايبر. وبيزيد التنشيط بحاجتين هناخدهم في السيركوليشن اسمها كاينينوجين وكاليكرين. هاي موليكولار ويت كاينينوجين وكاليكرين ش標ينCC انف cuántسر هؤلاء بشكل، فلبيجها بالكublic عثبار. انط Culture المنطقة سوف اتقاموه بالتيشو. ثرومبوبو اللي هو فوسفوليبد. ساعات يكتبوه TLP ايه تيشو فوسفوليبيد ايه تيشو فوسفوليبيد ايه تيشو فوسفوليبيد ايه تيشو فوسفوليبيد ده جدول لطيف قوي عاوزك تبقى كده تثبته وتعرفه كويس اوه تعال حتى ابعيد لك شو عشان لو سبتت صور ما تبقى شاية في الجدول الكامن الانترانسيك قلنا بطيء لكن مور افشيين ده سريع خمستاشر ثانية وليس افشيين ليس مو انترانسيك لان كل حاجة موجودة انسايد هناك احتاجنا حاجة من اوتسايد الاتنين قلتلك يحدثوا انفيبو انفيترو وهنا الاكتيفيشن بحاجة من جوه اللي هي الكولاجين يساعدها الكاينينوجين والكاليكرين انما هناك التيشو فاسوليبيد اللي هو تيشو فرامبو بلاسلين طيب يا فاضلي معلش انا بقالي ساعة وعشرة ديه بس اولاد انا خدنا حوالي خمستاشر ديه كنا بنحكي انا فاضلي كمان تن منتس هقول الخطوة الرابعة في الهيموستيزيس عشان عاوز اخلص الهيموستيزيس باذن الله المحاضرة القادمة اذا كان في العمر يبقي احنا كنا قدنا الهيموستيزيس يا اولاد عبارة عن اربع خطوات الهيموستيزيس كان عبارة عن اربع خطوات اول خطوة اللي هي بازو كونستريكشن كان بازو كونستريكشن الثاني خطوة اللي هي البلايتلت بلادك بلادك الثالث خطوة البلادك رابع خطوة لدينا ورقة ضائعة ورقة ضائعة ورقة ضائعة طيب اللي هي ازاي نساح الجلطة بك بسطة البلازمين دوني دقيقة تشوف الورقة دي اللي هي لم تتضمنها كمية الاوراق ضخمة شوية لا اهي دعناها بس الحمد لله وخمتاشر لحظة اللي هو الانتي انتي ميكانيزم قلنا نحن نحن نساح الجلطة بعد ما خلاص الفيسل تقم وبقى زال فل هنساحها ببسط مادة اسمها بلازمين دي جزء من موضوع اكبر اسمه انتي ميكانيزم يعني زي ما ربنا عامل الهيموستيزس اقاف النزيف عامل حاجات تمنع حدوث جلطة بدون اصابة معتبره اسمهم انتي ميكانيزم حاجات تمنع حدوث الجلطة لو مفيش اصابة معتبره دي اولاد اللي بتأخر حدوث الجلطة انه قلنا ده اهم سبب للوفاة واحد كل ثلاثة بمؤمن جلطة خطأ طب عشان يتأخر هذا الحدث وما يحصلش غير لما يعني تقضي بالعمر كمية كويسة كده تتمتع بحياتك فربنا عاملك انتي جلطة اللي ليكانيزم عيشات البلاد احتفظ بسيولة الدام وفاتح الصورة تعان ان تتطove التدور لابد تلاتة جميلة وثلاثة وانا بالله حتى ارتكب للنوب اصفر عشان ياخد انتباهك أكثر ثلاثة بإذن الله في سنة تانية مع الـ SpecialSense ان اكتر لون بتشوفه العين حساسة لي الكونز بتاعت العين المخروف بتاع العين هو اللاصفر فعلا هتلاقي اكتر حاجة تاخد من انتباه فانا باستغلي دي وابقول لك حاجة وانت بتذاكر امهات قلم اصفر اهو زي دا كده دا احسن سمارت تعملو كل كلمة مهمة في اللي انا بقول قلتلك ركز عديد وعملها بنونة اصفر فدي هتلاقي اكتر حاجة بتشوفه وانا هبتدي استخدم انا قلت بنحسل اداء اولاد فنجل اول الـ General Limiting Action في ستة حاجات عملهم ربنا بقى عشان ما يخصالش جلطة وانت صغير ويتوفق الله عشان ناخر هذا الحدث لما تجبر تنبسط بعمرك لان اهم سبب الوفاة في العالم هو جلطة خطأ في القلب نقل الـ General Limiting Reactions نقل الـ General Limiting Reactions نقل الـ Smooth Vascular Endothelium ان طول ما فيه Smooth Endothelium يعني Endothelium مبطل لعائل الدموي خافي لكل جن وراه مش هيحصل اكتبيشن لا للـ Platelets لان فاكر في الـ Platelets كانت اول خطوة ايه؟ كما تحقق المهندس من سلامة الابنية تتحقق الـ Platelets من سلامة الاوعية لو شافت كولجين بتلزق فيه وتبتدي بقى الـ Platelets Actions اللي تنتهي بـ Platelets وتنتهي بـ Procurent Activity في بداية التجاوض نقل الـ 2 مين اللي بينشر فاكتور الـ 12 اللي هو اهم واحد انترنسيك باسويه؟ وجود الكولجين اول حاجة طول ما انت عندك سموث باسكور اندوثيليم في الطلاق الداخلي سموث يعني املس يبقى مخب يوراك كل ما تخافش يبقى اهم عمليتين خدناهم اللي هي الـ Platelets Plug والانترنسيك باسويه واجليشا مش هيحصل اكتبيشن لا فاكتور الـ 12 ولا الـ Platelets حفزوا على الاندوثيليم متاكلوش دهون كتير اكتر بالـ Plasma Protein فتعملكوا تصلوا بشرايين وتترصب في جدران الاوعية وتخليها مش ملساة تخليها صالبة طيب تاني حاجة من غرائب او مش من غرائب الحاجات الرائعة ان ربنا خلى الليبر اللي هو بيعمل كل Clothing Factor اللي هما بيتا Globulence مش قلنا بيتا Globulence الليبر لو لقى اي فاكتور اكتبيتب بدون لازمة وهو بيعدي في الليبر بيعمله اكتبيشن يعني اللي بيصنعهم هو اللي بيصوابهم حلوة دي اللي بيصنع الفاكتور هو اللي بيصواب الفاكتور لو غنتوا لو في اي اكتف كروتينج فاكتور حصل له اكتبيشن غلط في الدم بدون اصابة معتبرة وهو فات في الليبر الليبر يعمل له اكتبيشن دي تاني عملية تالت عملية يا اولاد ان ربنا بيحقلنا بمادة بلاش تمنع التجذب اسمها هيبارين اسمها ايه؟ هيبارين ده بيطلع من نوعين من الخلايا في جسمك كرات الدم البيضة بيطلع من افتحه ده ده بيزوفيليك سيلس كرات دم بيضة وبيطلع من انسجة في خلايا تعادل البيزوفيليك بس مش في البلاد فتشو اسمها ماست سيلس يبقى الهبارين بيطلع من بيزوفيليك من خلايا الدم والماست سيلس في التشو يطلعوا فتشوك مين هيفتكر الخليطين دول بيطلعوا مادة حلوة الهبارين ومادة وحشة بحرف اله برضو اسمها هستامين اللي بتعمل الالرجي يعني فيهم حاجة حلوة وحاجة وحشة هبارين حل ومش موضوعنا هستامين فيبقى ده ناتشور الانتكواجلنس ده حاجة بتاعت ربنا ناتشور ربنا خليقة ناتشور الانتكواجلنس حقيقة الامر الهبارين يولاد ده ما بيمنعش التجلط ده بيساعد اللي بيمنع التجلط بسميه عبد السلام النابولسي مساعد البطل مش هو بطل الفيلم بس من غير الفيلم ما يأملوش طعب هو بفاسيليتات المادة اللي بتمنع التجلط اللي هي اسمها الانتي ترومبن ثري حتى شايف انا عمل لك سهم تطلع من هنا راح هنا هو هو بفاسيليتات الانتي ترومبن ثري بفاسيليتات الانتي ترومبن ثري يبقى فيه تلت حاجات جنرال ليمتينجرياكشن نخلص على كده يبقى اول حاجة ياولاد حافظوا على ايه متاكلوش دهون كتير ياولاد عشان ما حصلوش تصالب الشرائين عشان يقعد الاندوثيليا بتاعت البسل بتاعتكو ثموس لانها لو بازب وبان تحتها سيشتغل عملية الثانية والثالثة الفضائع في الهيموستيس الثانية اللي هي اللي بتنتهي في والثالثة اللي هي وكميني مهمة في الانترانسيك بسوي الانترانسيك بسوي تبتني بالكولج تاني حاجة ما تخافش ايه اكتف كلوتينج في الدم هيعدي على ليبر وليبر هلقيه اكتباته بدون لازمة هاعمله اين اكتباته الذي يصنع هو الذي يصوب تلاتة ربنا في خليتين بيحنوك بمادة تبتني أفضل نصف ثلاثة مرة اولا اخدناها المحاضرة اللي فاتت اخد بالك السؤال ده نظري مهمة الساق كاتبها لك ايه ونكنش خدت بالك نظري مهمة الساق الانتر اكشن اللي هو قلنا طرفين ميزاني ياولاد ما بين الترامبوكزان ايه 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 والبروستا سايكلي فاكر ربنا اخط كل حاجة على ميزاني الترومبوكزان A2 ده بيطلع من البلايتلت البلايتلتز مخها كله ان تعمل تجلوب اللي هو الجدول اللي عملناه ترومبوكزان A2 ده كروستا جلندن بيتعمل من الفوسفوليبيب بتاع البلايتلت ممبري وده دماغه بنفسه بيعمل فاكر ترومبوكزان A2 وبيعمل حاجة بتؤهل الخطوة التانية والتالتة بيعمل نفسه بيعمل اول خطوة وبعدين بيجمع بليتلتز بيعمل بليتلتز اجريجيشن لانه بنقص mp اللي هي الخطوة لعمل بليتلتز بلاد تانية وقولنا ازا جمعت البليتلس بيحصل عليها جلطة ان لما يحدث بليتلت اجريجيشن فلن يحدث بلادكو اجريجيشن يبقى مين اهم مادة في الهيموستيزيسم بيطلع من اهم خلية مخقاها كله مخقاها كله بيقاف النزيفة بنفسه بيعمل ايه اول حطوة بنفسه ويجمع اللي مقدمة ويجمع مقدمة تالت حاجة طب يعاكسها لو الفيسل سليم مش عاوز الكلام لان الجلطة اولاد في فيسل سليم دي حاجة ضارة جدا اولا غير انها تموت يعني تموت ده موضوع اخر لو في القلب وده واحد في كل تاتا بيموت حتى لو في فيسل التاني حصل جلطة وماش معنى وما موتش انك تقفل الفيسل سليم يعني ما فيش دم رايح للمنطقة دي يعني مش هتموت اه بس عمليها خطيرة فطول ما الفيسل سليم مش عاوز جلطة مين اللي يدل على ان الفيسل سليم اللي اسموه اندوثيليا بتطلق بروستا جلاند الاخر اسمه هنا حتى اسمه نزيز بروستا سايكلين بنفسه يعمل العكس بازه ده لتيش وعن يزود السايكلين بي يطفش البليكليتس اكتر مادة يخاف منها البليكليتس وسيجري سايكلين بي هو يزود لهم سايكلين بي يجروا كلهم طالما جيريو يبقى ما فيش بلاج وما فيش كواجيليش قلنا بتساعتها تاجي قلت لما بتاخد قرصة اسبرين فاكر كان بينهيبة السايكلو اكسيجينيز انزيم الانزيم اللي بيعمل البروستا جلاند من الاركيدونيك اسد اسمه سايكلو اكسيجينيز موجود في الاندوثيليا وموجود في البليتلتس فلما تاخد اسبرين بيطبط انزيم ده في البليتلتس وفي الاندوثيليا او خلينا في البليتلتس هنا والاندوثيليا مين خلي الوحش يا الشمال فهم اتنين ما يعملوش بروستا جلاندنس بعد شوها مين بيفوق من تأثير الاسبرين الاندوثيليا فتبتدي تطلع بروستا سايكل اللي هو المادة الحلوة بتنفضل هلتيشن وتمنع بليتلتس اجريجيشن فلا يحصل بلاجولاك واجريشن وديه لسه عليها عشان كده قلنا الناس من اهم النصائح اللي فيه احتمال يحصل لها جلطة في القلب يا أولاد مش اي واحد ياخد الاسبرين لان لو واحد طبيعي خالص اخذ اسبرين ممكن يحصل له نزيف لانه بيمنع التجلط يبقى لو عندك واحد جاله جلطة قبل كده واحد عنده تصلف شرين واحد عمل عملية قلب open operation في القلب دول ياخدوا اسبرين حبة اسبرين أطفال فور لايف قلت الاسبرين بيثبت السايكل اوكسيجينيس في البليتلتس وفي الاندوثيليا فلا فيه ثرومبوكزان اي 2 ولا فيه بروستا سايكلين بعد شها ميلي بيفوق الاندوثيليا انها نورمال بتفوق بتطلع البروستا سايكلين يعني هما طلعوا انتفلتك كمان نورمال انما يعني ميلي بيفوق الاول السايكل اوكسيجينيس يعني اندوثيليا منطلع بروستا سايكلين من غير ثرومبوكزان اي 2 فهيبقى احتمال حدوث الجلطة قل 50% قلنا هزا الكلام عدنا تاني دول رائع كان التاني حاجا الانتي ترومبين 3 يا绍 انت bi其实 ثرومبين 3 اسمش punto على مسمى انت ما يقولك أنت ترومبين 3 اذا كده بيمنع التجلط أو ما يقلك انت ترومبين 3 الاك سال المستمرار اهم انزيمike بيحول الفاابرندين له فاابرندين ويقويل الفاابرندين اذي طلع دماغا كله فاابرندين كان بيحول الفاابرندين الى الفاابرن Lessoluble وبعد guess بيعمل في الفايبرين فهي قويه. لأنه قبلاش الفاكتو ١١٩. فلما قولك أنتي ثرومبين. تقولي آه. هذا بيمنع التجلط لأنه ضد الثرومبين. هم افتكروا كده. ثم غلطانين. ملوش علاقة بالثرومبين. واحد اتولد سموه نخلة. وعن طلع قصية. ما غيروش الاسم. هو اسمه نخلة بس قصية. هو أنتي ثرومبين بس هوش علاقة بالثرومبين. إنما هو باينز للبروكيزيز. اللي هم البروكيزيك انزاينز. فعمل لهم انهي بقى اربعة فاكتور بعمل لهم انهي بقى اربعة وربعض. تسعة عشرة وربعض هنا. حداشرة اتناشرة. حتى طول عمري بحفزها الطابة طيلا خلوة. بقول لهم الانتي ثرومبين ثري بيسعى في الخير. يعني بتدي برقم تسعة مش هو بيسعى تسعة عشرة اتناشرة. تسعة عشرة اتناشرة. تنساش. وقلنا باي ايه يا ولاد؟ بالهبارين. يبقى الانتي ثرومبين ثري مانوش علاقة بالثرومبين. إنما بيمسك فل الاربعة دول اللي هم بروتيتيك انزاين عشكا بيسموهم بروتييزيز. بروتييزي يعني بروتيتيك انزاين. اللي هم ابتدي برقم ايه? تسعة. تسعة عشرة اتناشرة. بيسعى الخير ونهمنع التجلط. ومين اللي بيساعده الهبارين اللي هو عب سامنة بولسي? مانا قلت الهبارين ما بيمنعش تجلط. بيمنع عن طريق انو يسعى الانتي ثرومبين. فضل واحدة بقى ونخلص يا أولاد. بتزيل وحديها السؤال نظري مهم. زي ما ربنا عمل تجلط? عمل سيستم لو الاصابة مش معطبرة يسايح الجلطة. اسمه حتى نزيز اول. فايبرينوليتك سيستم ليتك يعني محطم الفايبرين اهي. هتدلها الون اصفر يا هتبقى منوارة هي. فايبرينوليتك سيستم. السيستم اللي بيحطم الفايبرين. مين مين اللي كان بيعمل الجلطة? الثرومبين. ومعال منشب بتاعه اللي هو البرو ثرومبين اكتيبيتر كومبليكس مبلي الشورة. نفس الكلام اللي بيسايح الجلطة برضو. بس مش مو الثرومبين اسمه بلازمين. ومعال منشب بتاعه اللي بيجي من التيشو. اسمه التيشو بلازمينوجين اكتيبيتر. نفس الفكرة. شوف ربنا عمل كل حاجة على ميزان. زي ما الثرومبين بيعمل الجلطة? الفايبرينوليتك اللي بيسايح الجلطة لانه موجود في البلازمة سموه بلازمين. ومعال منشب بتاعه عطيشو بلازمينجون اكتيبيتر. وبرضو اولاد بحب اشرحها من الاخر الاول. تعال بقى نبصوا من الاخر الاول. دلوقتي انت الجلطة عبارة عن فايبرين وفايبرينجين. فايبرينجين بيدي الفايبر اللي هو ده الجلطة. اللي بيكسرهم انظام اسمه بلازمين. او فايبرينولايسين. يعني ليسين يعني يحلل الفايبرين. ده مش بيحلل الفايبرين بس. وابه الفايبرين يعرف. يعني الفايبرين واللي يتشدد الفايبرين. بيكسر الفايبرين والفايبرينجي اللي هيكوه منه الفايبرين. بيكسرهم الاتنين. الفايبرين والفايبرينجي. فسموه فايبرينولايسين. محطم الفايبرين. ده حسب الوظيفة. لانه في البلازمة سموه بلازمين. يبقى الفايبرينولايسين والبلازمين. بيحطم نحطمه الى حطة صغيرة لا تعملش غلطة نفس الفكرة عشان لا تحطمش غلطة مهمة ونموت من نزيف فكان لازم نفس الفكرة يبقى موجود في صورة غير ناشطة مثل ثرومبين كان موجود في صورة برو ثرومبين هنا البلازمين موجود في صورة بلازمانوجين يعني هيعمل جانيسيز لها البلازمين طب مين ينشطه؟ تيشو بلازمانوجين اكتيفاتور تيشو بلازمانوجين اكتيفاتور اسمه TPA يبقى قلنا حتة من تحت الاول يبقى زيننا سايح الغلطة الغلطة يا ولاد انت فكر معايا الغلطة عبارة عن فايبرين وفايبرانوجين اللي اتعامل منه الفايبران يبقى تحطمها اسمه فيبرينو لايسيز طب الانزيم الي يعملها غير الاس خليها ان فايبرينو لايسين لانه موجود في البلازمة سموه بلازمين طب عشان ما يحطمش اي جلطة مفيدة فربنا خلاها في صورة اكتيف اسمها بلازمانوجين عشان يتحول الصورة الاكتيف محتاجين اكتيباتور اسمه TPA تيشو بلازمانوجين اكتيباتور نبدأ القصة بلازمانوجين اكتيباتور عنده انهيبيتور يعني عنده انهيبيتور بيمنعه انه ينشط البلازمانوجين لبلازمين فتعال نبدأ القصة من فوق نشوف ازاي هنشيل الانهيبيتور بتاع TPA فيحول البلازمانوجين الى بلازمين فاساح الجلطة قصة ناخدها من فوق صورة اوى 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 مين يهمه ان ما يبقاش فيه جلطة فكر الاندوثيليا ما احنا قدنا كبتطلع بروسلا جلندي يعني سبحان الله في خلطة يا ربي يعني الخلية اللي بتطلع بروسلا سايكن اللي هي ما بتحبش ليموستيزيس طلعت مادة تحور اسمها حاجة موديوليت تحور الثرومبين فالثرومبين مع الثرومبوموديلين يتحول الى ثرومبين ثرومبوموديلين Weird Complex ثرومبن الاندوثيليا محورته بواسط lそれで ثرومبوموديلين ثرومبا ثرومبوموديلين هذا الكمبلكس الحرب الـ C ينشط اسمه C doubled protein رأيذن فاهم ليسه مو أتنشط بال Abdается xt اللnych هتعجب بيها جداً ودي صغارة جداً اكتيفات بروتين سي مع كوفاكتور بروتين اس حتى حلوة الحروف اس مع سي رأيبين من بعض سي في النطق يعني يبقى ليه سموا ده بروتين سي عشان بيتنشط بالكمبليكس اللي جاي من الترامبين مع الترامبوموديلين مع الاس يعملوا ايه بقى يعملوا الاتي يينهيبت يينكتيفات الانهيبتور بتاع التيب ايه يشيلوا الانهيبتور بتاع التيب ايه تمام فيتحول البلازمينوجين التيب ايه بقى نشط يحول البلازمينوجين الى بلازمين والبلازمين يحطم الفايبرين والفايبرينجين الى ديجراليشان كودكس وحاجة تاني وعملوا اين اكتيفاتيشن لفاكتور خمسة وتمانية طالب يقول لي طيب انت كده قريبت معانا كده احنا محاضرة عمرا ملقيش بالمعلومات كده يعني بالاول يعني نفهم الاول كده الموضوع صعب عشان تقدر اللي هيتقال تبقى تثمنوا فاهم انه هناك فرق اولا عندي هنا ملحوظتين في القصة كل ملحوظة بمليون جنيه اول ملحوظة خاصة بالعبد الله الكمبليكس اللي جابه ربنا عشان يشيل الانهيبتور بتاع التي بي ايه عشان يتنشط بلازمين ونحطم الجلط الكمبليكس اللي هو السبب الاساسي اول خطوة في ان العربية تمشي ونحطم الجلط ربنا جابه من ايه سبحان الله عادت اتأمل ان الاندوثيليم خدت الثرومبن وعملت له موديوليشن حوارته تحولته الكمبليكس يساح الجلط اقولي مش فاهمة افاهمك عارف المثل اللي بيقولك بتضرب اصفرين بحجر واحد ده مين اللي مش عاوز التجلط الاندوثيليم بسل السليم مش عاوز ايه جلطة بس شوف الزكاء حتى فكر يا ربي ازاي هو ساح الجلطة خد المادة اهم مادة بتعمل الجلطة وهي الثرومبن وحورها بثرومبو موديولين حولها الكمبليكس يمنع التجلط وبكده يبقى تكسبنا حاجتين الثرومبن هو اللي بيدي المادة اللي تساح التجلط وفي نفس الوقت لما تستخدم الثرومب اللي بيعمل الجلطة يبقى كميتها هيحصل لها ايه هتقل يبقى انت الربط واصفرين بحجر واحد قللت اللي بيعمل تجلط اللي هو الثرومبن وحولتو شوف العظمة الالهية لمادة تمنع التجلط فعلا عارف لما تسمع في اسماء الله الحسنة يقولك هو المميت والمحي نفس ايدي ببص فيها لا ايه هيا دي انسترومب اللي بيعمل الجلطة ربنا حوله الحاجة تساح الجلطة يعني ام تضرب قصرين بحجر واحد استرومب اللي بيعمل الجلطة قلل انك خدتو حولتو الحاجة تعمل الجلطة يبقى زودت اللي بيساح الجلطة وقللت اللي بيعمل الجلطة ايه الروعة دي؟ يعني اختيار الاندوثيليم الالهي لانهي مادة هتاخدها تساح بها الجلطة دي التأمل ماركة مسجلة لعبد الله ان الاندوثيليم مش عاوزة جلطة فقالت طب اجيب من ايه المادة دي ساح بها الجلطة هتهمني استرومب اللي هو اهم مادة بتعمل الجلطة فلما تاخد استرومب اللي بيعمل الجلطة خلاص قلي وحولته المادة تساح الجلطة طب تاني تأمل رؤى خدت بالك ان القصة دي بتاعت البلازمين بروتين سي و اس دا عمل ايه؟ ضرب اربع حاجات نشط التي بي ايه اللي بيحطم الفايبرين واللي يتشدد للفايبرين اللي هو الفايبرينجين اللي بيعمل الفايبرينجين طب وده ضرب خمسة وتمانية كمان خدت بالك ايه خمسة وتمانية دول؟ بقيت عائلة الفايبرينجين عائلة الفايبرينجين كانت فايبرينجين وخمسة زي 8 سي و 13 هو كسر الفايبرينجين والفايبرين وكسر خمسة وتمانية يعني كل حاجة لها علاقة بالجلطة حطمها تماما حطم الفايبرينجين والفايبرين هادي الجلطة وبقية العيلة اللي بتعمل الجلطة اللي هي خمسة وتمانية واحد يقول لي طب ليه مش 13 حتى دي عندي تأمل فيها يا بابا 13 ده بيشتغل بعد ما نعمل الجلطة هو اساسا مفيش جلطة حطة مفيش جلطة عشان يروح 13 عشان كده بحطش في الماغه 13 ألا يدل هذا إلا على شيء واحد يدل على شيء واحد أسف أنه وراء الخلق خالق إيه العظمة دي؟ بقعد كده أتأمل أتأمل وديكم الدرر دي تاني أو الدرر وهقولها بقى تفهم كواس قوي من الخلية اللي قررت انها مش عاوزة لغلطها؟ الفاسل السليم الجلطة دي هتعوق فهمين الخلية اللي مهمومة بالقصة؟ فاسل嗎 فالتحفة هاتية مادة نستخدمها في تسيح الجلطة كان ناقت الثرومبل اللي هو بيعمل الجلطة عملت له موديולاشن الترومبل معة ثرومبل موديولاشن قدت كيمبل يبقى كسبة حالênio لوقرت 蒸 priority ثرومبلا اللي أريد ان تغمط في العمل الكيمبل وهذه المادلة التي بدأ أن القدけ وافضلت للترومبل وهذه يسوعها للترومبل طب هذا الكم combined عمل dzisiaj بنسك الانهيتور الخطيこ الاعطامة تقلب الانهيبيتور التفيذ الكاتق ينشط الحرين كما أنت بنسك الاء خمسة وتمانية اللي هو بقية عائلة الفايبرينج اللي هي بتعمل الجالطة يعني اي العيلة بتاعت الجالطة كلها ضحضحة كسر الفايبرينج والفايبرينج وين قتبت خمسة وتمانية استثنى مين حتى دي فيها تأمل عبدالله استثنى 13 اللي فهم 13 ده بيستميلايز الجالطة بعد ما تحصل احدى اساسا فتتنا الجالطة يبقى 13 ده مش اي قيمة هل دي تبقى طبيعة يا ولاد اللي بتعمل الكلام ده انا بتعجب ان هناك في عالمنا هذا يوجد ملحدون لو سمعوني مرة واحدة في السلجي مرة واحدة ملحد بيدرس طب لازم ارده الى الايمان ده ده ايه ده 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 خطة من الخلية يا ولاد الاندوثيليا مين المادة الاستخدميتها لتسح الجالطة الترومب اللي هو اهم مادة بتعمل ergالج اللي بيحويل الفيبرينجيلفائه وتبقى طلب تعصي من الحева شالة الترومب لحولته الكمبلكس بعين هجب هذا الكمبلكس شال الانهيبيتور بتاع الانزايم اللي بينشت البلازمنو هجي ب 했어 خلن primo والبلازمين قلنا بيحطر الفيبرين وفايبرينجين وكسر بقيت العيلة اللي بسان في الجلطة خمسة وثمانية وما استسرى تتاشر ان ده بعد الجلطة تعال نشوفها كده انا خلصت ده سؤال نظري مهم جدا اللي هو الفيبرينيليتيك سيستم اللي هو عبارة عن ايه الفيبرينيليتيك سيستم فلازمين اللي بيحطر الجلطة هو المنشب بتاعه اللي هو التشو بلازمينجين اكتيفيتو تعال ناخدها من الاخر لان الشرح الاطيب يقوم بالاخر بلازمين بيكسر الفيبرين والفايبرينجين الى دي جرادشان بس ربنا قال لا ما يبقاش نشف عشان ما يكسرش جلطة عوزنة فحطوا الصورة غير نشطة اسمها بلازمينجين طب عوزين منشط اسمه تيشو بلازمينجين اكتيفيتو هي نشط بلازمينجين الى بلازمين ده عنده انهيبتور يبقى لازم نشيق هذا الانهيبتور بتاع الـ TPA عشان يحوّل بلازمينجين لبلازمين فيحطم الفايبرين والفايبرينجين الى دي جرادشان ناخد القصة بالأول بقى مين الخليجة المهمومة بالقصة ليه؟ الاندوثيليا اللي فاهم لازم يبقى الاندوثيليا طب انهي مادة تستخدمها شوف الروعة شوف الروعة الترومب اللي بيعاملك جلطة عملت له تحوير بثرومبوموديولين حاولته لثرومبين ثرومبوموديولين كومبليكس ينشط بروتين سي وانت فاهم سي عشان الكمبليكس ومعاكو فاكتور اس يشيل الانهيبتور يقين اكتيفيت الانهيبتور فتحطم الجلطة ده مش كده وبس وقين اكتيفيت بقية الفايبرينجين جروب اللي بيصنع الجلطة اللي هو فاكر كان خمسة زي الثمانية ثمانية ثمانية خمسة وتمانية واستسنى مين دي نقطة للتأمل عبد الله تلتاشر ليل ان اللي فاهم تلتاشر ده بيقوي الجلطة بعد ما تحدث هنا مفيش جلطة من اساسه كده ما خلصت يا اولاد الدوني داعتين بس معلش قطلت عليكو شوال ان ضاعنا ربع ساعة كنا عبد حكي فيها بس الدوني داعتين مش هقول حاجة زيادة هقول نفس الكلام اللي قلته يبقى بس هنجمع الانتي كلوتين ميكانيزمس ايه الحاجات اللي عملها ربنا بقى للاحتفاظ بسهولة الدم عشان قلنا اهم السبب للوفاة هو حدوث جلطة خطأ في القلب واحد في كل ثلاثة السبب الاولى ليه السرطان السبب التالي تالي الحاجات جنرال انك تحتفظ بالسموث باسكو اندوسيليم ان اللي بر اللي بيصنع هو اللي يصوب اي اكتف كلوتينج فاكتور عمله ان اكتيبيشن الهيبارين اللي هو مساعد البطل اللي بيساعد الانتي ثرومبين ثري نيجل اسبيسيك فاكتور قلت تقول الجدول اللي هو ثرومبوكزان اي تو البروستر سايكليم البلايتليم بتطلع المادة اللي مع الهيموستيزيس من هي الخلية اسمعها كده مركة مسجلة بالعبد الله من هي الخلية في الجسم المهمومة بالهيموستيزيس بلايتليم ومن هي الخلية اللي تعرفه الهيموستيزيس وعاوزة الدم يسلي ومش عاوزة جلطات وفاكتور كونستيكشان اندوثيليم نورما انوثيليم فيها اللي بتطلع البروستر سايكلي وقودنا الجدول ثم الانتي ثرومبين ثري اللي بيسع في الخير بيقين اكتيبيت البروتيزيس رقم تسع في الخير تسعة عشر 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 وميلي فاسيليتيته ليبارين ثم السيستم الرائع من يحط للجلطة؟ بلازمين اسمه فيبرينولايسين طب ما يحطها مش اي جلطة موجود في صورة غير شيء اسمها بلازمينجين مين ينشطه؟ تي بي ايه؟ تشو بلازمينجين اكتيبيتور عنده انهيبتور يبقى نشيل انهيبتور يمتد القصة من فوق مين الخلية اللي مش عاوزة هيموستيزيس؟ اندوثيليم لكن كانت المفاجئة انها اخدت المادة بتاعت التجلط حوليتها المادة تبنى على التجلطة تبقى دربت عشرين محاجر واحد هدف بتاعت التجلط حولتها بين النقيد للنقيد المحقي والمميد سبحان الله التجلط اصبح هو الكمبيكس اللي بيساح التجلط ايه ده ايه الرواعة دي؟ ترومبين طلعت ترومب ومدينين حاجة تحوروا بقدت كومبيكس نشح بروتين سي مع بروتين اس شالوا الانهيبتور بتاع التي بي ايه فاتحطابت الجلطة ويكسر ضحضح بقية الجروب اللي بيعمل الجلطة الفيبرينج جروب خمسة وتمانية وتمتاشة خمسة وتمانية وتمتاشة اللي مشتعل بعد كده من نعم الله التي لا تحس اولاد كل يوم ربنا بيديك تي بي ايه ببلاش لو حصلت جلطة في القلب لقدر الله وقابل ست ساعات عاوزين نساياحها مفيش في جسمك تي بي ايه كافي تجلنا المستشفى بس قابل ست ساعات عشان ما تكونش الجلطة الجملت ونديك حقن التي بي ايه تلات تلاف دولار للحقنة والفت من نعم الله اللي قتلها تحصل هسيبها بقى اضرب في معدل الصرف كل واحد في بلده شوف دي تطلع كام الف جنيه الحقنة دي اللي ربنا بيديها لك كل يوم عشان اي جلطة تحصل لاش لازمة التي بي ايه ساياحها يحاول تلازمينجي تلازمينجي ساعة الجلطة لو احتاجت التي بي ايه ده تلات تلاف دولار بس تجلنا قابل ست ساعات وتكون جلطة في شلان كمان شوان صغير ممكن تؤثر على كفاءة القلب فانساح عشان القلب يعمل بكفاءته اي بي ايه تدفع فيها تلتاب دولار انا خلصت بس عندي دقيقة يعني شايف ان انا اقولها مرتين مفيش ولا حاجة جيدة لان فيه كمية ارقام هجبها لك فيه منزحمة فانا عملت صفحة جميلة هقولها مرتين يا شوان هقول الجزء الاولاني في الجدول بس انا لاحظت انه كعاداتي مع شخصة مثل عشق النظام ان فيه ست مجموعات من الارقام بتتدخل في الكواجلشن تخلي الكواجلشن من اصعب الموضوع في الطب في عاداتي قررت ان نحطهم في مقارنة ماليش هابش اقول النص الثاني في الجدول اللوقتي اقوله في اخر لمستجزي الحصة التالت انما تعالى نشوف في الاعداد التي تداخلت الاول فايبرينجن جروب الذي يصنع الجلدة يلا عنده بقى مقدرة حلوة على حفظ الارقام كان بيشمل الفايبرينجن على رأس القائمة الفايبرينج اللي هو فاكتور وان معه خمسة زائل تمانية سوى تباشر ادي اقول واحدة في الستة نحب النظام او بنعد تاني حاجة البروثرامبين جروب اللي بيساعد في عمل الجلدة فاكر الكرينيا الاوتونوميك تلاتة سبعة تسع عشر يبقى نقول بدالها بروثرامبين سبعة تسع عشر ها تنسى البروثرامبين دفاكتور اتنين كونتاكت جروب اللي بيحب يتلزق حداشر واثناشر تلك مجموعة كونتاكت جروب رابع مجموعة مين الاسبيسيفيك فاكتور فور انترنسيك باثوي الزافة اتنين قبل عشرة واثنين بعد عشرة تمانية تسعة حداشر اتناشر مين الاسبيسيفيك فاكتور نمرة خمسة اللي بطولة مطلقة الفاكتور سبعة مين اللي بيوقفهم الانتي ترومبين ثري بمساعدة اللي بيساعدوا الهيبارين اربعة فاكتور تبتدي بس ورا بعض تسع في الخير تسع عشر راحتاشر اتناشر فلاقيت يا اولاد حصاد السنين التدريس ده اذا تلن وزكاء وفن وعرض ودمونستريشنز للمعلومات انتو بتشوفوها كده حاجة بتطلع كده لكن كلها ده ده حصاد السنين عصارة التفكير لما كان الزاميل الفاضي بيقولي اللي بتعمله ده صروة معلوماتية بالزبط على هالك كده صروة معلوماتية تعال قلوم تاني بقى مرتين ونمشي خلاص خلصنا فضلنا حصة في اليومستيز بس يكتبوا فاهمينها كمان ينبغي بالتأملات الرائعة ست مجموعات بيتدخلوا تحطهم مصادك كده الورقة دي تكتبهم وتقعد تحفظوا براح جاي سهلاك تحفظ ست مجموعات وقلت لك كل طريقة تحفظ ازاي فايبرينجين جروب الذي يصنع الجلطة واكتيبيتد باي ترامبت مش هنقولي الكام ده الوقتي بيشمل ضعيم القائمة فايبرينجين خمسة زائد تمانية ساوى ترتاشر ما تقولهمش كده للممتحة ما تورروش انت حافظ ازاي لما اسألك شافوا بينك فايبرينجين جروب تقولوا فايبرينجين خمسة زائد دي في سرك تمانية تساوي دي في سرك تلاتاشر دول اكتيبيتد بيثرومن هم دول الجلطة مش موجودين في السيرم مش ستابل ان ستورج البروترامبن جروب تفتكر الكرينيا الاوتونومي تلاتة سبع تسع عشر يو قد اقول تلاتة بروترامبن سبع تسع عشر ده محتاج فيتامين كي يبقى عارف تلاتة سبع تسع عشر لا يدخل في عمل الجلطة الجروب نمرة تلاتة الكونتكت جروب اللي بيحب يتلزق في الكلجين حداشر اتناشر برضو لا يدخل في عمل الجلطة بسعريبه هم دول مش دول موجودين في السيرم في السيرم لانهما ما ترموش بره يبقى ستيبول ان ستورج مين الاسبيسيفيك فاكتور فور انترنسيك مجموعة الرابعة الزافة تمانية وتسعة اتنين قبل عشر واحداشر اتناشر مين الاسبيسيفيك فاكتور فور انترنسيك بطولة مطلقة الفاكتور سبعة مجموعة السادسة الانتي ترامبن ثريلي بيمنع التجلط اللي هو نخلة اسمش على مسمى ملوش علاقة بالترامبن بيسعى في الخير يبقى بتدي اخر اربعة فاكتور وسعى اسعى في الخير تسعة عشر 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 اتناشر مرة اخيرة خمسة تمانية ساعة وتبتاشر يصنع الجلطة وعليه ترامب مع الجلطة بقى مش في السيرم مش سبعة تسعة عشر ده الجروب اللي محتاج بيتم ايه كونتاكت جروب جمعة ثلاثة حداشر اتناشر التو جروب دول يساعده ولا يصنع الجلطة يبقى موجودين في السيرم يبقى سبعة تسعة عشر ده الجروب اللي هو الوحيد اللي يدخل في الجلطة مجموعة الرابعة سبسيفيك جروب فور انترنسيك الزافة تمنية سعى حداشر اتناشر سبسيفيك فاكتور فور اكسترنسيك سبعة الانتي ثرومبين وبيساعده الهيبارين بيمنع بيسعى بالخير تسعة عشر حداشر اتناشر كانت هذه هي حصة الكواجيليشن وهي احد التريد ماركس تاعت العبدالله تسمعها معايح وورد وايد قالت لي مرة طالبة امريكية قلت لك اطلعت في المحاضرة دي قالت ده مش شرح ده ده عنده رؤية خاصة بك تسمع مع العبدالله تفهم بسيولجي وزي ما بقولها وهو بلا خجل انتوا بس اللي فاهمين ياولاد انتوا بس اللي عارفين البقين ملزقين معلومات مش فاهمين على قطب بعض انما نحن نفهم العلاقة وانت عارف العلاقة انه وراء الخلق خالق قوة عاقلة نسميها الله وفي الاخير اشكركم على وقتكم واتمنى اكون افدتكم ولم يبقى الا الدعاء بالتوفيق وفقكم الله نلتقي في المرة القادمة باذن الله مع اخر مرة في الهيموستيزس وبعدين نبقى ناخد مسلس بعد كده بعد ما عملنا المصرحية شكرا لازاكم الله خيرا اشتركوا في القناة